السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله بننفده اول محاضرة في كورس Microsoft Office Diploma. واي مهندس او اي حد شغال في المجال بيحتاج ان هو يبقى عنده الورد والاكسل والبور بوينت والحاجات دي جدا بتبقى ادوات مساعدة جدا يعني حتى في البيم والبيم وكل الحاجات دي الادوات دي ادوات اساسية جدا لازم واحد يكون متقنها لانها توفر عقوات كتير جدا وخصوصا الاكسل اللي مسلا بيعمل بيعمل عددات كتيرة جدا حسابية بيعرض شغل بتاعه الورد فان شاء الله الديبلوما دي هكون مفيدة للجميع سواء مهندسين او غير مهندسين ان شاء الله هيبقى فيها الورد والبور بوينت والاكسل والاكسل والوال نوت والمكسوس والفيزيو والبابلشر والاوتلوك وهكذا يعني البرامج المشهورة في المجموعة دي ومعنا المحاضر محمد رمضان محمود ومهندس موكانيكا باور حاصل على شهادة مهتمدة من نقابة المهندسين في التكييف المركزي وحصل عالشهادة الدولية في الاي سي بي ال واي سي اسي تري ويعمل فريلانسر ومسئول اكادمية فكرة اسوان ومسئول اكاديمية العربية اللي عليون التطبيقية وحصل على مكادمية الاسيوت وحصل على شهادة من بتقدمه السوي بركيس وحصل على شهادة من موومة اشري اللي هي من موظمة تكييف في الامريكية. فان شاء الله محاضرة اه مفيدة بإذن الله. جزاكم لكل اخر. اه مع حضراتكم بشماندس محمد رمضان حندس ميكانيكا باور. اه بإذن الله زي ما قولكم اه بشماندس عمر هنشتغل مع بعض ان شاء الله دبلومة ميكروسوفت اوفيس هنشتغلها بالكامل مع بعض. اه من مستوى المبتدئين الى مستوى الاحتراف. اه بداية كده هو يعني انا هستفد ايه من دبلومة ميكروسوفت اوفيس او اه او انا هدرسها ليه? اولا دبلومة ميكروسوفت اوفيس زي ما لقى المهندس عمر مطلوبة جامعة في سوق العمل. اه بس هي نزلة بمسمة تاني اللي هو او او في حية تاني اسمها الام او اس. فحبين نعرف الفرجة ما بين التلات حيات. وانا بستعمل انا بس بشتغرها على دبلومة دي ليه? بداية كده هو ايه المحتوات اللي احنا هندرسها مع بعض. هندرس مع بعض اول اربع برامج اساسيين اللي هو الورد الباوربوينت الاكسل الاكسز. دول الاربع برامج الاساسية اللي بدرسها في اي 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 او او في دبلومة ميكروسوفت اوفيس. بعد كده زيادة عليهم هناخد برامج تاني اول حاجة الوان نوت. البروجيكت الفيزو. وهنعرف استخدام كل واحد فيهم. بعد كده الاوت لوب. التيمز. الانفوباس. الشير بوينت. بعد كده الفورم. بداية كده احنا هنشتغل ازاي وهنمشي ازاي. احنا موعيد المحاضرة ان شاء الله تكون كل يوم جمعة تساعة تلاتة. اه حاليا هتقبى يوم واحد بس اسبوعيا. اه بعد كده قدام شوية هتقبى من يومين لتلات يام اسبوعيا. برضو هنبلغ الناس بالموعيد اول باول. اه بالنسبة بعد كل محاضرة ان شاء الله يكون فيه والتسكة هيتسلم من كل الناس. ولابد ان يكون في نسبة حضور تمانين في المية. الناس تعرف ايه عن برنامج الورد او الناس تعملتوا قبل كده في ايه? اه اللي هو يعني اللي هو على الورد يعني اللي هو بستسلم مسلا في كتابة المسلا مقالات ولا اي المشروعات البحثية وكده. تمام? انا بالنسبة لي باستخدمه في طلب الشراء. وساعد بقى من عليه تقارير. اه باكتب عليه برضو حاجات غير طلب الشراء لو عايزة ابعت مين في حاجة فيه. باستخدمه ساعد بديل بكسلة بس انا ضعيه فيه بسراحة. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام. اه شكرا لكم. اما من حيث استعمالات الورد فانا استعمله في كتابة التقارير البحوث اه في بعض كتابة في كتابة المقالات ويعني استعمله كثيرا يعني كطالبة الدكتورة. شكرا. نعم. شكرا للحضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. مهندس محمود عبد السلام مع حضرتك. آآ بتكلم من الامارات واهلا بك. وتمنى التوفيق للجميع. آآ برنامج الورد آآ مهم جدا جدا. بيستخدم طبعا في آآ كتابة النصوص والتقارير والابحاث وتنسيقها والاضافة والحزف. بستخدمه في آآ جداول وان كان اكسل لاخوة طبعا الرسومات البيانية ادراج الصور والرسومات. آآ لو عندي تقارير مثلا فيه اربعين خمسين صفحة. وعايز اعدل حاجة في الخمسين صفحة. بعدلها في مكان معين وبأمر معينة آآ بقدر اخليها تتعدل في الخمسين صفحة. فهو برنامج مفيد وآآ مهم ومن الاساسيات اللي ما فينش غنى عنها لأي شخص في المرحلة دي يعني. شكرا لحضرتك وللجميع. شكرا لحضرتك. منكم. كل كل من الناس لحد الان كلنا متفقين ان برنامج الورد بنستعمله للكتابة. تمام? الناس كلها اتفقت ان احنا بنستعملوا له كتابة النصوص. آآ سواء النصوص باللغة العربية او باللغة الانجليزية. آآ بستعملوا فيه كتابة التقارير الفنية. بستعملوا فيه كتابة الابحاث العلمية. ليست خدمات تانية كتير. فهل الناس فكرت انا ممكن اعمله تانية بالبرنامج الورد? هل ممكن استعمل البرنامج الورد في عمل تصاميم ولا لا? آآ برنامج الورد انا ممكن استعمله تاني في بازة احاية تانية غير الكتابة. آآ الناس عندها فكرة انا ممكن اعمل ايب برنامج الورد تاني كتصاميم مصلا? آآ ممكن ان هو يمستحد laryi الموجودة في البرنامج الورد يعني احنا نعمل شخصيات وعجازة كده يعني لو بيبقى فيه مربع مثلس ممكن تقدر منها تعملك شخصية كارتونية مسلا. تمام. طب حد فكر قبل كده ان انا اه شهادات التقدير اللي بتطلع كان ممكن تتعمل ببرنامج ايه. الشهادات اغلب الناس او معظمها بتعملها ببرنامج الفوتو شوب. بس انا بكل سهولة ممكن استعمل برنامج مايكروسوفت في عمل شهاد التقدير. تمام? ممكن استعمله برضو في في عمل اغلفة كتب. انا بستعمل برنامج اسمه ان ديزاين تبع بستعمله في عمل اغلفة الكتب. بس برضو انا ممكن لبرنامج الورد اعمل غلاف كتاب. اعمل غلاف كتاب. وانا اتعلم مع ازاي نعمل الغلاف? وانا اتعلم مع بعض ازاي نعمل شهادة تقدير. اه الحقيقة الثالثة ان هو بيستعمله في عمل كروت شخصية. الناس يقول لي برضو انت كل الكلام اللي انت بتقوله دي انا بستعمله بفوتو شوبي. يعني انا بعمل ان انا ممكن اعمل كرت شخصي. ممكن اعمل بانر. ممكن اعمل برشور. ممكن اعمل آآ غلاف كتاب. اعمله كله ببرنامج الفوتو شوب. والشخصيات الكرتونية ممكن اعملها بالانستليتور. فهل الورد بيعمل الكلام ده كله? اه الورد بيعمل الكلام ده كله. اعمل بيه تصميم غلاف. اه تصميم كرت شخصي. تصميم شهادة تقدير. اه بنستعمل برضو في عمل المخططات ورسومات البيانية. بس برضو يعني الدرج الاكتر في عمل الرسومات والجداول البيانية هو ماكروسوف اكسيل. فاللي عرفناه ان برنامج الورد بيستعمل في كتابة النصوص باللغة العربية والانجليزية. كتابة الابحاث العلمية. كتابة التقارير الفنية. تصميم الشهادات التقدير. تصميم اغلفة كتب. تصميم كروت شخصية. تصميم برشورات. تصميم آآ برشورات وبنارات. ممكن اعمله برضو بيه بس الاستعمال الدرج ليه اللي هو كتابة الابحاث العلمية والتقارير الفنية. هو عمتا بيستعمل في الكتابة. سواء باللغة العربية او انجليزية. تاني حاجة ممكن ناخدها اللي هو الباور بوينت. الباور بوينت. الناس عندها خلفية. هو ايه الباور بوينت? او انا بستعمله ايه? او فيه حد بستعمله قبل كده? آآ نستعمل جوانا قبل كده في ان انا عامل فيديوهات كموشن جرافيك يعني. السلام عليكم ورحمة الله. السلام. آآ انا استخدمت الباور بوينت طبعا في العروض التقديمية. دي اهم حاجة بيتميز بها الباور بوينت ان انا بعمل آآ انا عندي مسلا مدير مشروع او مدير مشاريع. فبيبقى علي باستمرار ان انا اعرض آآ كل اسبوع كل اسبوعين آآ موقف المشروع. فببدأ اعمل بعض الشرائح وبعض الرسومات وبقدمها في عرض تقديمي. وفي مرحلة منها بستخدم مثلا الانيميشن او آآ الانتقال داخل الشريحة نفسها او بين الشريحة او الاخرى وطبعا مفيد جدا في الحاجات دي يعني. ويس خالص. شكرا لحضرتك. شكرا لي. آآ حد عنده خلفية تاني. تمام. زي ما قلنا نستعمله كله في عمل العروض التقديمية. لان هو اطلا خاص للعروض التقديمية. آآ ممكن اعمل به شغل ممكن اعمل به برضو شخصيات كارتونية. ممكن اعمله ببرنامج الباور بوينت. ممكن اعمل به اللي هو آآ بنلاحظ ان فيه حاجة اسمها عد تنازلي. في بعض القنوات مثلا التلفزيونية بنلاقي فيه عد تنازلي شغال. ممكن اعمله برضو بمايكروسوفت باور بوينت. آآ فيه امكانية برضو ان انا مسلا لو معي محاضرة وحايف اسجلها بسجلها باور بوينت. اسجلها صوت وصورة. آآ برضو فيه الامكانية دي. فيه امكانية ان انا اعرض بداخله فيديو. آآ فده كل استعمال الباور بوينت. فننتقل لبرنامج الثلاثة اللي انا استعمله الاكسل. ما هو تعريفك لبرنامج اكسل او برنامج الجداول البيانية? آآ استعزنك برنامج الاكسل هو اقوى برنامج في الجداول الالكترونية وفي المعادلات. ودي اكتر حاجة بنستخدمه فيه ان انا بعمل آآ آآ جداول طبعا للمعادلات الصعبة والسهلة وآآ ممكن اربط اكتر من مستند مع اكتر من مستند وبعمل الهايبر لينك مثلا الارتباط التشعوبي. آآ المعادلات على مستويات من المبتدئين للمستوى المتقدم. واكتر حاجة هي الجداول الالكترونية بمعادلاتها المختلفة. وطبعا فيه برضو الاشكال العرض نفسها ان انا بعرض آآ آآ هزي الجداول ممكن اعملها في رسوم بيانية ممكن اعملها في جداول آآ بتكون مفيدة جدا في الحاجات دي يعني. برنامج الاكسل برنامج قوي جدا جدا ومفيد جدا جدا. شكرا لحضر. بالزبط كده شكرا لحضر ده. حد عنده خلفية تانية عنه. اه برنامج قوي جدا ممفيد جدا جدا. شكرا لحضر. السلام عليكم. عليكم السلام. آآ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا شكرا لبيم ارابيا على الاشراقة الجميلة من خلال تقديم حضرتك هذه الدبلومة. سعادة مهانسة محمد رمضان. والشكر لبيم ارابيا متمثلة في سعادة المهانسة عمر سليم. برنامج الاكسل مع بالاضافة لسعادة الافاضل اللي قالهم فيه. آآ كنا بنستخدمه في عمل تصميم. يعني برامج تصميمية. يعني احنا كمهانسين مدني كنا كستركشار. كنا بنعمل آآ يعني آآ بحس بسهولة ندخل حاجات ثوابت. يطلع عليه الريزالتا الطول ما استهلكش وقت. يه برضو من ضمن الحاجات اللي بتستخدموها. بنستمع برضو كمنتو تقالوا سيناريو في استخدام آآ او بالنسبة لشغل في ايجاد آآ اقصر مصار للمشروع. لعمر المشروع. ومشارها كسيرا. وآآ وبرضو بيمكن نعمل خليط ما بين الورد مع الاكسل في عملية البرزنتيشن. برضو بيخش برضو فيه من خلال الباور بوينت. يعني الموضوع ميكسو آآ طبعا آآ ماكسوفت آآ آآ احنا كمهندس قديم شوية آآ لما ظهرت الماكسوفت اوفيس حصلت آآ نقلة عظيمة في في الدكومنتس عموما. بقيت بسهولة. ممكن تقرشف. ممكن تغير بسهولة. ما تستهلكش وقت كي. ارجو ان يكون صوت يوصل ومسموع. شكرا يا فندي. شكرا لحضرتك جدا. تمام. حد عنده خلبيها داني. السلام عليكم. السلام. اعتقد برضو البرنامج الاكسل مهم جدا في عمل الداش بوردس اللي هي آآ بتمثل يعني الديفلوبمنت بتاع مشروع معين بالجرافيكس وهكذا. والبارز وهكذا. بالضبط جدا. كمان في حساب درجات الطلاب مسلا. بالنسبة لمدارس. بالضبط. تمام شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. تمام. هو اصلا استعمال برنامج الاكسل استعمال الاساسي ليه انها بعمل بيه جداول بيانات. آآ وزي ما برضو ببرنامج آآ ميكروسوفت اكسل. عايز برضو اعمل عمليات حسابية متقدمة بعمله برضو بميكروسوفت اكسل. آآ مسلا عايز اعمل جدول وانصراف ممكن اعمله برضو بيه الاكسل. آآ في حال اسمها البيبو والبيبو برضو هنعرفها وايه هما الاتنين دول. تمام? ممكن اعملها ببرنامج الاكسل. ممكن اعمل هو آآ فلتر او فرز للبيانات اللي عندي برضو اعملها ببرنامج بكسل. فاستعملات البرنامج كتير وهنعرف ها مع بعض. طبع برنامج ان شاء الله هنستعمله اللي هو اكسز. مايكروسوفت اكسز. الناس تشاركوا تقول لي تخل فياتها عن برنامج مايكروسوفت اكسز. المايكروسوفت اكسز آآ برنامج لقواعد البيانات الاتابيز وآآ وهو برنامج عطيق وقديم وآآ ومفيد. وان كان تضيقه في الوقت حاليا ما بقاش كتير وكمستخدمين او يوزر لي مش كتير غير الآآ طبعا التلاتة الاولين يعني هو غير الورد وغير ال اكسل وغير الباوربوينت يعني فهو استخدامه اقل وبيستخدم في الاتابيز وفي لغات البرمجة وفي قواعد البيانات. الزبط كده. تمام. حد عنده خلفية تاني. زي ما جال بيش مهندس انه بستعمله في عمل آآ داتابيز. آآ في نفس الوقت هو استعماله الفترة الحالية بيكون صعب. هو عمتا البرنامج نفسه استعماله صعب. آآ بس الفكرة نفسها ان البرنامج كان بيسهل علينا حاجات كتيرة. ممكن نعمل بقاعدة بيانات لشركة. ممكن نعمل بقاعدة بيانات المولات. آآ بس الفكرة ان انا بحتاج ان انا بربطه بآآ لغة برمجة. ايا كانت لغة البرمجة اللي انا بستعملها مع ميكروسوفت اكسس. وكلنا عارفين ها لغات البرمجة اللي هو السي والسي بلس والسي بلس بلس والسي شرب والجفة سكريبت. ايا كان لغة البرمجة. فهو بيدخل ما بنعمل ما بينه وبين لغة برمجة. تمام? آآ اما هو برضو انا ممكن نعمل بيه برضو قاعدة بيانات او جدول بيانات مسلا من المدرسة. يعني ممكن نعمل بيه حيات بسيطة برضو. بس الاستعمال الاكبر ليه اللي هو ممكن نعمل داتا بيز كاملة لشركة او لأي ان كان المصدر اللي انا هعمله في داتا بيز. فدول اول اربع برامج نستعملهم مايكروسوفت وورد مايكروسوفت باوربوينت مايكروسوفت سيل مايكروسوفت اكسس. دايما الناس تعودت من الاربع برامج الداريجة والاربع برامج الاكسر شيوعا واستعمالا هي اول اربع برامج دي اللي هو الورد الباوربوينت الاكسس. اه حتى يعني اغلب الناس اللي اخدت الشمالة الدولية سواء الاي سي سري او الاي سي دي ال او اخدت القرص نفسه كانوا بيشرحوا في الاربع برامج دول بس فقط ليس الا. تمام? وبرضو كانت بتشرح اللي هو فواندي منتا. الاساسيات فقط ليس الا مش بيزود لك حاجات من عنده. لكن احنا مع بعض ان شاء الله هنتعلم كل حاجة خاصة بالبرامج دي. لحد مستوى الاعتراف. اه هنعمل اه في برامج زيادة هندريسها برضو في الدبلومة. هي دبلومة كبيرة. مستمر للشهور ان شاء الله معنا. بعد الاربع برامج دول هناخد بحاجة سماءة الوان نوت. حد سينيا قبل كده عن الوان نوت. حد. ايوة. حد عنده فالكية عن الوان نوت. زي جوجل كيب كده. نعم. اه زي جوجل كيب اه دول ملاحظات وتعمل نوت. يعني بالزبط. هم? عبارة عن نوت اللي هي المفكرة بنسجل فيها ملاحظات بسيطة وامتانياتها اقل من الورد وعطاها مش بنفس القادرنامية اللي عبارة عن مفكرة فيها بعض الكتابات وبعض التنصيخ وبعض الحاجات دي. بالزبط كده. ممكن استخدمها في رسم كروكي. بالزبط. ليه كذا استعمال. استعمال الاهم والاقصر شيوان اللي هو مفكرة. اه ممكن ادون فيه بعض الملاحظات. فيكن اصمم بكروت برضو. فده استعمال الوان نوت. بعد كده في حاجة اسمها بروجيكت. ايكروسوفت بروجيكت. حد استعماله قبل كده. مايكروشوفت بروجيكت ببرنامج للجدولة الزمنية. بيحدد طبعا انشطة المشروع والزمن لكل نشاط. وتسلسل لها وارتبطة ببعضها وبيصدر شاشات لعرض البرنامج الزمني. اه وان كان طبعا فيه على الجانب الاخر برنامج البرامبيرا بيقوم بنفس العمل وبتخصص قوي برضو. فهو فيه منافسة بينهم وفيه اتصال كبير بينهم في نفس المجال وكيفة. البرامج الزمنية للمشاريع تحديدا. بالضبط كده. يعني هو من اسمه اللي هو مشروع برسم بيه خطة عمل وبقدر ان انا امثلها على مفتط شبكة. بقدر ان انا احسب بيه او اعمل انا انا لايز لحجم العمل. ممكن نعمل بيه متابعة للمشروع نفسه. ممكن نعمل بيه هزانية ايه المشروع. انا اعرفه انا انا اعرف استخدامه ايه وزاق. انا استعملوا مع بعض بازن الله. بعد كده في حاسمها بابل شرك. من اسم بابل شرك. حد استعملوا قبل كده او حد عنده فكرة عنه. حد عنده فكرة عنه. السلام عليكم. مهم جدا في المنشورات في التصاميم الصور بعض الصغير. اه مهم في الدعوات مثلا دعوة الافراح وماسبات. تصاميم حق اه ارقى جدا من الورد. بالزبط كده. شكرا لحضرت. اه زي ما شماندز قال ان انا بستعمله في اطباع وماشر. ممكن اعمل بيه منشور دعائي. ممكن اعمل بيه بطاقة دعوة. واللي هو المطوية. احنا قلنا برضو الحياة دي ممكن استعملها في برنامج الورد. بس الدرج اللي انا ممكن اعمله بعمله ببرنامج. بس هنعرف ازاي نستعمله هنا. هنعرف ازاي نستعمله برضو في برنامج الورد. بعد كده في حاجة اسمها مايكروسوفت في زون. سماء نعلو من اه المشمندزين المولدين معنا. اه بيكون استخدام اكتر اه مهندسين الكهربا. فمهندسين الكهربا استعملوه في ايه? هو انا ده برنامج بعمل بيه حاجة اسمها دوائر كهربية. دوائر كهربية. تمام? اه وخاص برضو بالاخص ب اه قسم حندسة حندسة الكهربية. ايا كان مسلا اه حاسبات او اه او فبس تعملوه ان انا بعمل بيه دوائر اكترونية دوائر كهربية. ممكن اعمل بيه اللي هو توزيع اللي هو مفتر الشبك المدينة الاسلام معينة. فهده استعمال الدرج لماكروسوفت فيزو. بعد كده عندنا برنامج اسمه اوتلوك. هو ايه الاوتلوك? الناس تشارك? الاوتلوك ده برنامج بمانج المنت الرسائل. تمام? والانبوكس والاوتبوكس وازاي ان انت بتقدر تضيف فيه فورم للماسب نفسه. بالزبط جميل. سواء وورد سواء اكسل سواء بوربوينت سواء اي حاجة من مشتقات ماكروسوفت. تمام. صفرا من حضرت. اه الاوتلوك هو بالزبط اكوال اللي هو الجيميل. اه قريبينه تمام? انا ممكن ارسل به املاك. ممكن ارسل مسلا عندي سي بي عادة رسله ارسله بالاوتلوك او الجيميل. اه في نفس الوقت انا يعني يوفر عليه مسلا لو عايز اعمل تقويم او في حاجة مسلا اه عايز احفظ تاريخها او الكلام ده بحظها برضو عن طريق الاوتلوك. فهو عمتا كشكل رئيسي باستعمله في ادارة البريد الالكتروني اللي عندي. بعد كده دخلني على حاجة اسمها مايكروسوفت تيمس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آآ مايكروسوفت تيم آآ برنامج قوي جدا جدا وبانيت اهميته في الفترة الحالية بعد العمل عن بعد والتواصل عن بعد سواء في التعليم او في العمل. آآ مايكروسوفت تيم ليه امكانيات عالية جدا جدا للي يقرب منه ويتبحر فيه. آآ ابسطة طبعا ان هو برنامج للمحادثات الجمعية زي الزوم اللي احنا شغالين عليه. آآ بيمكن عن طريق ان انت تعمل مشاركة لملفات كتيرة وتستقبل رسال وتعمل رسال وتعمل مكالمات صوتية ومكالمات فيديو. بيديك امكانية انك تعمل مشاركة. آآ ان انت تفتح الشاشة اللي عندك وتدي محاضرة وتعرض كل الحاجات اللي موجودة فيها. بيديك امكانيات اعلى من كده ان انت ممكن يكون عندك تشاركه من مجموعة عمل معينة وكل واحد ليه تسك معين وليه خلايا معينة بيشتغل عليها وكل واحد بيشتغل والناس كلها شايفة آآ الناس ويا شغالة وشايفة الشغل اللي تعمل والشغل اللي ما تعملش والله انجز واللي باقي. فهو برنامج آآ قوي جدا ومفيد في المرحلة دي وزارت اهميته بعد الفترة الاخيرة. شكرا. شكرا لحضرت. آآ بالزبط زي ما قال لش مهندس ان انا بس اتعمله آآ في عمل فصول دراسية. وفي نفس الوقت هو بيساوي برنامج الزوم. آآ في عمل فصول دراسية في عمل آآ يعني مسلا آآ يكون فيه ما بين المتحاضر ما بين آآ بين الطلاب. فهو اهميته في كده. بعد كده دخلنا على حاجة اسمها انفو باس. هل في حد استعمل الانفو باس قبل كده? حد عنده خلفية عمي. تمام. الانفو باس هو برنامج انا بعمل بعمل بيه حاجة اسمها استمارات دخول بيانات اساسها اكس ام ار. آآ استمارة بيانات. يعني انا ممكن اعمل آآ ناس عارفة حق فيه حاجة اسمها جوجل فورم. آآ فيه استمارة بيانات بيعت مسلا للناس. آآ لو انا والله حاجة اسجل مسلا في القرص الكولاني. آآ تبعط لي استمارة بيانات. بسجل اسمه البريد التوني ورقم التليفون وها كزا. ممكن ده برضو اعمل بيه الاستمارة دية. بس آآ هي اساسها اصلا حاجة اسمها حاجة تابعة جوجلت البيانات. آآ هنعرف ازاي نعملها. بعد كده فيه حاجة اسمها فرضا ان انا مسلا عندي مجموعة سجلات مجموعة ملفات او وصائف وعايز اعمل لها مشاركة. تمام? آآ فيه ناس مسلا ممكن استعمل كزا حاجة ممكن اعمل بيها مشاركة. تمام? آآ بس الاكسر امانا والمتعرف عليه في بعض الشركات الكبيرة والمساسات الكبيرة. حاجة اسمها شير بوينت. تمام? بعمل مشاركة الوصائق والسجلات اللي عندي داخل المنظمات والمساسات الكبيرة. برضو انا ممكن فروع الشركات اللي عندي مسلا انا شركة عندي حوالي خمس فروع على مستوى الدمهورية او اكتر من خمس فروع ان شاء الله. فانا عايز اعمل ربط ما بين الفروع دي. فممكن عن طريق الشير بوينت اعمل ربط للفروع بعضها وبعض. آآ ده بالنسبة للشير بوينت. واخيرا هناخد حاجة اسمها الفورم. مايكروسوفت وفورم. دي اننا لو برضو اعطار قريب من الانفو باس يعني ممكن اعمل دي استطلاع بيانات. آآ ممكن مسلا من خلاله اعمل اعمل اكسبورت للآآ الدات اللي عندي اللي برنامج برضو بيساوي جوجل فورم. ده محتوى الدبلوما بتاعنا ان شاء الله. في جانب ان شاء الله هنطرق برضو لبرامج زيادة على البرامج اللي احنا درسناها دي ان شاء الله. يقبل كده احنا ان شاء الله ده محتوى بتاعنا و données. وهو بداية الشركة كانت انت بالضبط. يعني اول نصفة مدورة من البرامج دي. هو اول نصفة نزلت من البرامج دي كانت سنة كان بالضبط. بدايتها كانت سنة سبعة وتسعين. كان اول نصفة من مايكروسوفت اوفيس نزلت سنة سبعة وتسعين. بعد كده. نزلت نصفة تاني كانت سنة الفين? بعد كده الفين وتلاتة الفين وسبعة الفين وعشرة. اي كده الفين وتلاتاشر الفين وستاشر الفين ساعتاشر. يعني بداية البرامج قبل سبعة وتسعين الحدش كان عنده خلفية عن البرامج يجي ستاعة منزاي. تمام? او اصلا ما كانش متواجدة. فلحاجة الناس لحاجة اسهل وحاجة اسرع. اه حاجة اكتبه بداخلها مسلا نصوص ابحاث عني. اخطرعت اللي هي البرامج اللي هي زي ما قلنا آآ برامج بالكامل. آآ برضو حتى يعني النسخة اللي كانت سنة سبعة وتسعين ما كانش فيها كل البرامج دي. فمع مع السنين ومع التطور مع التطور التكنولوجيا اللي وصلنا لها لحد الان. آآ بيحصل كل شوية للبرامج اللي عندي تحديثات للبرامج اللي عندي. فكانت زي ما قلنا اول سنة سنة سبعة وتسعين. الفين الفين وتلاتة. الفين وسبعة. الفين وعشرة. الفين وتلاتاشر. الفين وستاشر. الفين وتسعة عشرة. آآ يفضل يعني يفضل احنا نشتغل حاليا من الفين وعشرة وطالع من البرامج اللي قبل كده. سواء الفين وسبعة الفين وتلاتة آآ الفين سبعة وتسعين. آآ مش هتكون شبعة اللي هي الفين وعشرة وطلاتاشر وطلاتاشر. تسعين وتسعين وتلاتاشر. في اختلفات كتيرة. بس هي واحدة. بس اختلفاتها كبيرة جدا ما بين يعني في اختلف كبير ما بين الفين وسبعة والتين وعشرة في بعض الاوامر. فاحنا هنشتغلوا ان شاء الله الناس اللي معاها الفين وعشرة معنا. الفين وتلاتاشر الفين وستاشر الفين ساعة وصف. تماما. آآ. بداية كده هنعرف الفرج ما بين الاسل 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 دي هي رخصة دولية لقيادة الحاسب الآلي اللي هو انترنشونال كمبيوتر برضو رخصة دولية لقيادة الحاسب الآلي. الاسل سري اللي هو انترنت كمبيوتينج كور برضو رخصة دولية لقيادة الحاسب الآلي. الام او اس ميكروسوفت اوفيس سبيشياليست متخصص مايكروسوفت اوفيس. هو اقدم اصدار من اصدارات التلاتة هو الاي سي بي ال. آآ بعد كده كان في نصفة مطورة محدسة منه اللي هو الاي سي سري. فدول النصفتين لمايكروسوفت اوفيس. آآ لاي سي دي اللي اسمي تاني اللي هو الاي سي بي ال. ربيا كمبيوتر رايبينج ليسنس. رخصة دولية لقيادة الحاسب الآلي. لو سمحت اعمل شيرنج للصفحة اللي اتعرض فيها حضرتك بعد ازنك. تمام. وكبال زي ما قلنا ان الاي سي دي. والم او اس. وهنا الاختصارات اللي هي انترنشنال كمبيوتينج رايبينج ليسنس. او اوروبيا كمبيوتينج رايبينج ليسنس. اما الاي سي انترنت كمبيوتر كور. مايكروسوفت اوفيس اللي هو الام او اس. تمام. الاي سي دي اللي بدرس فيه حوالي سبع سبع مديول اللي هو فهو كمبيوتر اساسيات الكمبيوتر. فهو اه انترنت اساسيات الانترنت. وبعد كده تكنولوجيا المعلومات اللي هو الاي تي. بدرس مايكروسوفت وورد. مايكروسوفت باوربوين. مايكروسوفت اكسل. مايكروسوفت اكسس. سبع مديول. الاي سي دي بادرس فيه حوالي ثلاثة. اللي هو السيات الانترنت. اساسيات الكمبيوتر. والبرامج اللي هي الاوفيس. مايكروسوفت وورد. والباوربوينت والاكسل والاكسس. بدرسهم في مديول. واحد فقط. اما بالنسبة للايمو اس. في مميها ثلاثة حاجات. متخصص. محترف خبير. بالتدريج كده. متخصص محترف خبير. هل انا آآ بدرس فيها كل البرامج اللي هو الورد الباور اللي بسلي الاكسس وبهاج البرامج? هل بدرس فيه اساسيات الانترنت واساسيات الكمبيوتر? لا. انا بدرس فيها برنامج واحد فقط. اللي هو مايكروسوفت وورد لوحده بدخل امتحنه. لو حاجب مسلا بعد كده اخد الباوربوينت باخده بعد كده وبدخل امتحنه عادي. بعد كده الاكسل. بس الاكسس مش متوفرة فيها. المطاق فيها والمايكروسوفت باوربوينت والمايكروسوفت اكسل. زي ما قلنا ان الايسسري هي نسخة محدسة من الايسسري لكن الاتنين نفس الشرح ونفس البرامج. آآ بجانب ان ان الايسسري اه الشهادة الدولية بتاعتها. الشهادة معقرر فيها دوليا. آآ وان لابد لابد ان يكون في مراقب من شركة مايكروسوفت. انت بيمتحن الشهادة الدولية. آآ للتأكد برضو من آآ ازا كان الشخص اللي بيمتحن هو هو الشخص ده ولا لا. بالنسبة الناس يعني المشهورة حاليا الناس كبورس. اما كشهادة دولية الايسي بيل. من الايسسري ميكونش عليها رقابة. وفي نفس الوقت ان يعني مسلا ممكن ان انا اسجل باسمي. وحد تاني ينتهن. فميكونش فيها مصدقية. فالمعترف بها دوليا. زي ما قلنا. انا سبع مديول. انا في ثلاثة مديول. زي ما قلنا هو هذا فيه اللي هو متخصص سبيرت مصدر. او محترف. وقلنا المديولات اللي هو هنا سبعة. وهنا في ثلاثة مديول. وقلنا الاصدارات من سبعة وتسعين. الفين. اتونه تلاتة. اتونه سبعة. اتونه عشرة. تتاتاشر. سبتاشر. تتاتاشر. وقلنا غرامج الافيس. كلها. تمام? ف دي كم دائم. بعد كده قلنا تعريفا لبرنامج الورد اللي هو اول برنامج هنستعمله. تمام? اه بنكتب بالنصوص هو باللغة العربية والانجليزية. كتابة الابحاث. كتابة التقارير. اسمي مشاهدات كروض شخصية كروض دعوة عمل خط طبط. اه زي ما قلنا اي ما حاول بنتدرس بندرس فيها سواء اي سي سري او اي سي دي ال بندرس فيها سيادة كمبيوتر سيادة الانترنت مايكروسوفت وورد باور بوينت اكسيل اكسز بندرس فيها برضو الاوت بس احنا ان شاء الله مع بعض مش هندرس اي سري ولا اي سي دي ال احنا هندرس دبلومة مايكروسوفت اوفيس كاملة متكملة لحد مستوى الاحتراف. اه هندرس فيها كل حياة. مش هنسيب حياة ان شاء الله بازن الله. وزي ما قلنا مع نهاية كل محاضرة في تسكات السلم. اه اي سؤال? حد عنده سؤال على الفت. حد حاوي يصفصر عن اي حاجة? اي سواليكم. اي سواليكم السلام? حاوي في اول دورة قلت ان يعني يبقى موعد نيموت كمعة الساعة تلاتة. هل ده خطأ? ولا انت هتغير له الجمعة? لا هو الفترة الحالية هتوب بقى اه كل يوم دي مع الساعة تلاتة. اه بعد كده ان شاء الله اه هتوب بثلاث ايام في الاسبوع. بس لسه ان شاء الله محددناش. اول ما نحدد هنبلغكم اكيد. اي يعني ان محددة النهار ده بس اللي كانت السبت وبعد كده هيبقى دايما معا في الجمعة? بالضبط كده. طيب مين? لا هو. معلش انا لسه بانا باعتذر. انا قصدي. يوم السبت. لا لا يوم السبت. باعتذر. اه 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 اعملتنا السبت ساعة تلاتة اكيد. بالضبط كده. السبت الساعة تلاتة. بيجان ان شاء الله ان شاء الله قدام كده بدل ما هناخد يوم هناخد ان شاء الله يومين او تلت فيام اسبوعين. اه. اه. نحايا. اه في حد عنده استفسار تاني. شكرا عليكم. وعليكم السلام. اه استادة حينما تحدثت عن الوارد اه واستعماله في تصميم بدل الفوتوشوب. لماذا نتوجه الى برنامج غير متخصص في التصميم ونترك برنامج كالفوتوشوب متخصص في التصميم. اظن انه هناك صعوبات في استعمال الوارد في التصميم بدل الفوتوشوب. تمام. اه في امس سؤال حضراتك بس اه اللي عزيزة بقولك. دعم مستد? انه ما اكروا صخته. حضراتك معي? نعم نعم. معيش? الفاتحة الماضي. تمام. احنا هنعرف ان ان احنا اه ماكروسوفت وورد استعماله اسهل واسهل بكتير من الفوتوشوب في تصميم اغلفة الكتب. اه مشكلة الفوتوشوب ان انا في اوامر كتيرة بستعملها وادوات برضو بستعملها في التصميم. بس هو الفكرة ان هو بيكون اكسر دقة من برنامج الورد. لان هو اساسا ده شغله. يعني الفوتوشوب احنا بنعمل به تصميم. سواء ايا كان اغليق اه هو غلاف الكتاب ممكن اعمله الفوتوشوب. وممكن اعمله برنامج تاني اسمه بزاين. بس هنعرف ازاي نعمل بكل ايه متروسوفت وورد وكل سبوع كمان. بس المشكلة مش بيكون نفس الدقة بتاعت الفوتوشوب. نعم. بس هو بيكون برضو استعماله السهل على وسريع وسريع الفوتوشوب دي. يعني الفوتوشوب ممكن احضر تصميم اخذ فيه ثلاث ساعات مثلا. اسميم. اما شباب حد فتح الماير. فتح الماير كله معلش. اما هنعرف ان اه باستطاعت برنامج ميكروسوفت وورد في وقت اقلب كتير من برنامج ممكن استعمل برنامج فوتوشوب مثلا لمدة ثلاث ساعات. العكس الورد ممكن اعمله مسلا اه ساعة ساعة ونصف. فده الفرق ما بين الفوتوشوب ما بين ايه الورد. بس هو فعلا زي ما قالت ان الفوتوشوب هو اساسه اصلا التصاميم. محدش استعمله بالتصاميم اساسا بس هنعرف ازاي نستعمله بالتصاميم. ازاي لو انا مسلا بامكانيات اقل عندي ممكن اعمل تصميم لو مش مش عارف استعمل فوتوشوب مش عارف استعمل مش عارف استعمل ازاي بالورد ممكن اعمل تصميم بسيط وسهل تمام? وبامكانية ممكن تكون افضل من الفوتوشوب. تماما. شكرا لك اصلا. اه. بالزبط كده. يعني لان في ناس ما عنداش فيه مسلا اه انها تستعمل فوتوشوب او مش عارف تستعمله. الواحد ما عنداش امكانية ان هو يدفع مسلا كل شهر عشرين دولار مسلا. بس ظبط كده. اه انا انا ممكن عن طريق النامج الورد. بكل صورة. بالزبط كده. بس برضو بيمكن بيمكن ان انا اعمل به نفس التصميم اللي انا اعمله بالفوتوشوب يعني لو جربنا نعمل تصميم بالفوتوشوب او تصميم بالورد. حاول اعمل مسلا التصميم اللي هنا اعمله نفس الورد. تمام? اه الاتنين هتطلعوا بنفس الامكانية. تمام? بس الفكرة نفسها في الورد للي مش عارف يستعمل فوتوشوب يعني حاجة بديلة ليه. بالنسبة للفرق ما بينها الاكسل والاكسس. انا مسلا كان عندي مجموعة من اللي مسلا انا موز كهربا عندي كان الكابلات وترانسفورمر في الجنريتور. طبت بيحط كل مقاول مسلا بحط رقم التليفون طبع والايميل والحاجات ده هيت. فدي كانت بالنسبة على الاكسل قاعدة بيانات وبقدر اعمل فلتر. لو عايز اجيب كل المقاولين تبع الكابلات وحعمل فلتر على الاكسل طبعا للك كابلات بس او الجنريتور بس او كس. هل ده كان اللي بيعملو الاكسس? بالزبط الاكسس بيعمل نفس الكلام بالزبط. بس الفكرة ان 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 ال ماكروسوفت اكسس. تمام? دي اا لو نفس جدولة اللي بيانات اللي بعملها في الاكسل. بس في نفس الوقت ما بقدرش استعمل فيه معادلات. يعني انا ممكن مسلا في الاكسل بستعمل معادلات اللي هي الصم واه? والماكس. مآ. تمام؟ لكن انا مقدرش استعمل المعادلات دي في الاكسل. فهو فايدة الاكسل عن الاكسل ان انا فيه مسلا ان نرويج اعمل آآ في الاكسل بتستعمل معادلات. هل في الاكسل بقرأ شاور معادلات دي؟ في الأسف. في الاكسل بستعمله من غير معادلات. بس برضه فيه حيات بسيطة ممكن استعملها في الاكسل. يجيب لي نفس اللي انا عايزه في الاكسل. بس في نفس الوقت ما بيكونش مسلا كبيرة. يعني الاكسل انا ممكن اعمل جدوات بيانات كبيرة. اما الاكسل هتكون هي يعني لحاجة بسيطة زي مدرسة زي اه شركة صغيرة زي المركز تدريب. وفي نفس الوقت استعمال الزيادة عن الاكسل ان انا بعمل به قاعدة بيانات لشركة كبيرة. اه بلص ان انا بربطه بآه لغة برمجة. هو مش بيستعمل لوحده. بستعمل مع لغة برمجة. بس اللي احنا هنتعلمه في الفرص ان شاء الله. هنتعلم ازاي باعمل به جدوية البيانات وهناقف الفرجة ما بينه وبين الاكسل هنستعمل للاثنين مع بعض. وهنشوف آآ ايه ميزة الاكسل عن الاكسل في بعض الامور. هو انا عفاقد استخدمت زمان الاكسل مرة عملت به قاعدة بيانات اللي كانت الميزة اللي فيه انا عملت مسلا سيغ فورما على الورد لموجهة وكنت بخلينه يستخدم ان هو يحط اسمه ورقم تليفونه في الفورما يعني هي فورما موحدة على الورد وابقى ياخدها من الاكسل ويعمل بقى خطاب لكل الشركة. انا فاكر عملتا حاجة زيز كده. الزبط. الزمان او. طب هل هيكون في جزء الفيجول بيزيك على اكسل او يا لأ. انت حضرتك اصدك يعني في الدبلومة نفسها. ايوة. اه بازن الله. هنزغطرب اقليل. تمام. اه كده عرفنا الفرد ما بين برامجة برنامج التصميم والفوتوشوب وهي الورد وهي الاكسل والاكسس. وهنا اعرفه اكتر لما ننطل فيه ان شاء الله. اه حد عنده استفسار تاني جوة من لقف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. يعطيك العافية مهندس. مهندس عندي استفسار بخصوص الاكسس والشيربوينت. هل بالامكان ربط الاكسس بالشيربوينت او لا? داتا بيس كاملة. بالامكان ان انا اربط ما بين الشيربوينت ما بين الاكسس. تمام? زي ما احنا قلنا ان زي ما قلنا ان الاكسس هو برنامج بيانات. وزي ما قلنا تحت برضو ان الشيربوينت ممكن من خلال اعمل ربط ما بين فروع المؤسسة كلها بالكامل. اه بس هعمله مسلا انا عاز اربط ما بين مسلا مؤسسة مؤسسة. تمام? او مسلا فرع وفرع. اه لازم ادخل حاجة فيها اسمها اكسس. تمام? لان الاكسس برضو بيربط ما بين المؤسسات بتاعي الشركة او فروع الشركة. فبعمل كل نكشرة بين الشيربوينت وما بين الاكسس. ان انا مش هقدر استعمل الشيربوينت في ربط فروع المؤسسة من غير ما استعمل معها الاكسس. لان البرنامج الاساسي اللي بيستعمله في الربط هو الاكسس وليس الشيربوينت. البرنامج الاكسسي اللي بيستعمله في الربط هو الاكسس وليس الشيربوينت. الشيربوينت ما هو الا مجرد يعني مساعد تمام? اه بس الاختلاف ما بين الاتنين ان الشيربوينت اه ممكن يعمل لي مشاركة مسلا لوصيقة او سجلات. ممكن الاكسسس ما اعملهاش. لكن خلال من خلال الربط المؤسسة بالكامل ببعضها البعض. ممكن اعملها عن طريق ان اربط الشيربوينت بالاكسس. ونتعلم كل ده مع بعض. ونعرف ازاي نعمل الربط. وابين فرع والتاني. بس كل اللي عايز اوصل لكم ان الاكسسس هو العامل الاساسي في ربط روع الشركة او مؤسسة. دي حطيك العافية. اه تمام. حد هارد يستطيعي سؤال ثاني. البرامج المتدولة معنا ونزلة معنا مع المايكروسوفت هي الورد والاكسل والباوربوينت. الحاجات الباية مش مش نزلة معنا مسلا زي الاكسس وزي الاشيربوينت وزي الانفورم والحاجات دي. فلو جينا في مرحلة ان احنا هناخد عليها تسكات او مسائل او مهمات او حاجة بيكون التصرف ازاي. اه ان شاء الله بازن الله على جروب الواتس انا هبعط لكم رابط تحملوا منيها البرامج الباية دي ان شاء الله. اه سواء اللي عاوزين تحملوها باللغة العربية والانجليزية فياريت الناس تتابع جروب الواتس. ويتتابع برضو الجروب بتاعة الفيسبوك. هينزع عليها الروابط بتاعة تحميل البرامج دي. تمام? بالنسبة برضو الموضوع الموعيل ياليت نحاول نزبط كده بحيثنا بقى اخر المهور يعني. ان الموضوع الموعيل. معا الفين وستاشر او الفين وتسعتاشر لما يجي يحمل البرامج جيت تنزل البرامج كاملة عنده. تمام? لكن اللي قبل كده بي اه يبطلوا ان هم يسبتوا برنامج برنامج مسلا فيهم. اللي هو برويجيك بابل شار فيزو. هبقى تلوكم رابط تنزلوا مني كل البرامج جيه ان شاء الله. اه وبالنسبة للمصادر اللي انا بشرح منها بازن الله هبعدركم كلها على اه برضو دي اختصارات البرنامج نفسه كل برنامج هناخد في اختصارات تمام? اه برضو الاختصارات المستعملة برضو في اختصارات الهمزة تمام? لوحة المفاتيح عامة اختصارات بتاعتها برضو. تمام. طب ايه فعادة الاختصارات دي بتسهل عليها كتير في الشغل تمام? اه بدل ما كل شوية اروح اجيب الحاجة وادوسها عليها بعد كده اختصار هيكتفي يعني مسلا نسخ بعمل له بعد كده وكزا هنتعلم الاختصارات دي كلها مع بعض. طبعا بداية كده ان شاء الله هندخل فيه برنامج برورد. اه قبل ما هندخل فيه البرنامج. الناس عندها اي استفسار? قبل ما هندخل الناس عندها اي استفسار? طب الناس معي? السلام عليكم. عليكم السلام. فشمانديس كان فيه طلب بس ان احنا نعرف الناس اللي هي مستمعة دلوقتي او معاود جوا معاك في الكورس. المستويات بتاعتهم او تخصصتهم. بحيث لو الكورس بقى مركز اكتر على الحاجات اللي هي هتفدنا في مجالنا. ومستويات الناس مثلا في الاوفيس والورد والحاجات دي كلها هوا. يعني مسلا مبتدئين او بيشتغلوا بس محتاجين يزودوا تاعتهم في الموضوع كده يعني. اه ممكن برضو حضرتك يعني الفعل عمرية اللي ممكن اللي يمجي معاك اللي ده. مستمع حضرتك حضرتك بيقول ايه? انا انا محمد انا محمد ريزي انا اعيد كرامي تاني ولا حضرتك بتكلم حد تاني. لا انا 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 سمعت. سمعتك انا حضرتك. نيشتين. هو العزو الصرح انا زوم حوالي فيه يعني حوالي مئة اه فرض. مجالب ان فيه ناس تاني برضو اتبعنا في البس المباشر. فالفكرة نفسها ان انا اعرف تخصصات الناس دي كلها هيكون صعبة شوية. بس هو الفكرة ان احنا مش معانا مسلا تخصص واحد بس. احنا معانا كزا تخصص يعني فيه اه مهندسين. اه فيه ناس اه خريجة مسلا كليات تربية. كليات علوم. كليات علوم. اه. ففي كزا تخصص. الفكرة نفسها انا هديك كل حاجة خاصة بالبرنامج اللي انت ممكن تستعمله. كل حاجة من مستوى المبتدل لحد الاحتراف. بحيث ان انا كمهندس او انا كمدرس او كمحاضر اقدر استعمله. وهيكون بازن الله الشرح بتاعنا مركز على كل التخصصات. مش تخصص واحد فقط. تمام? انا اقول الفكرة من الدبلومة ان انا احاول اديكم كل حاجة خاصة بالبرنامج. زي ما بقوله من الالف في الياء. يعني اه حتى خبايا البرنامج تكون اعرفها. فالصرح بتاعنا ان شاء الله. حد بتكلم? فالبرنامج اه البرامج ان شاء الله وشرحها مش هيكون مركز على حاجة معينة. هتقضى مركزة على كل تخصصات وكل في فئات. فالناس يتابع معي لحزة بلحزة. وبإذن الله الكل يطلع مستفاد من الدبلومة. اه وانتو انتو بنفسكم هتقيموا نفسكم مع بداية الدبلومة ومع نهاية الدبلومة. وهتشوفوا ان الرياح ان شاء الله هتوصلوا الدبلومة. بس الناس تتابعوا وتلتزموا وتسلم التسقاط اول باول. لان برضو الحاجة محتاج ان واحد يترجع عليها بدل مرة عشرة. يسلم تسقاط. اه لان الفكر البرامجي لو تثابت هتنسي. ولازم كل فترة والتانية اشتغل عليها. يعني حتى مثلا برنامج الورد انا مش باستعمله مثلا في الكتابة. فانا عايز ادخل استعمله اعمل ايه? ممكن عادي اعمل على اي تصميم. اه ممكن اعمل اعمل شكل عليه. ممكن مسلا ارسم اه رسومات عليه. ممكن مسلا اعمل تصميم منزل عليه. فكزا حييمكن اعملها عن طريق برنامج الورد. الباور نفس القصة. اه الاكسل وهكزا. فهو بالاا دبلوما ان شاء الله مش هتكون مركزة على فئة معينة او تخصص معين. هتكون شاملة بازن الله كل التخصصات. وبرضو اللي محتاج حاجة معينة في البرامج دي. ممكن يبعات لي. وانا برضو في خلال الشرحة مسلا لو ما اتطرقتش لها ممكن نرجع لها ونشرحها تاني. ام وصل لك كلامي. اه لو سمحت يا بشواندس. قضل. اسزان حضرتك هيكون اه في وقت ووزن لكل برنامج حسب اهميته في التطبيق والاستخدام. يعني عندي مسلا الورد والاكسل والباوربوينت هيبقى ليها ويت ووزن واهتمام في الوقت والمساحة غير بقية البرامج يعني طبقا لاستخدام الناس لها يعني. وطبعا القرار في الاخر لحضرتك يعني. اكيد. هو اكتر برنامج هنستعمله او هياخد وقت معنا اللي هو ناكل صفت وورد. يعني ممكن يعدي فوق الخمسين ساعة معنا. آآ لان انا طالما عارفت برنامج الورد. كده انا هعرف سبعين في المية من برامج الميكروسوفت التانية. ان اغلب الاوامر اللي انا هستعملها في برنامج الميكروسوفت وورد. هستعملها برضو في الباوربوينت. هستعملها برضو في الاكسل. هستعملها برضو في الاكسل. وهستعملها في باقي البرامج اللي احنا قلنا عليها اللي هو البابلشر والبروجيكت والفيزو والوان نوت والفورم وهكذا. فانا شغلنا الاساسي كله احنا لازم على اقل نتمكن من برنامج الورد وبشغلنا كله عليه. معظم وقتنا هيكون عليه في البداية. بس ان شاء الله يعني بعد ما نخلصه باقي البرامج هتتشرح بس برضو يعني هتشرح برضو بالتفصيل بس في نفس الوقت انا هكون عندي خلفية عن سبعين وتمعين في المية من من الادوات بتاعت كل برنامج ان انا هكون خلاص زرستها في برنامج ميكروسوفت وورد. يعني خلاصة ان هو اساس برامج ميكروسوفت هو هو العصبر بتاعت برنامج برامج ميكروسوفت اللي يفهم برنامج ميكروسوفت وورد البرامج البقية كلها هتكون سهلة معا ان شاء الله زي ما قلنا كتير من الاوامر في برنامج ميكروسوفت وورد هستعملها في باقي البرامج فوق سبعين في المية في احنا هنهتم ببرنامج الورد وكل تفصيلة فيه البرامج ان شاء الله مش هتاخد معنا وقت زي مايكروسوفت وورد. تمام? كل الفكرة من الدبلوما ان انا عايز يعني الناس ان شاء الله بعد ما تخلص تكون طلعت بمستوى غير اللي هي داخلت به يعني حاجة مختلفة تماما. اه وعارف استعمال كل البرامج دي. اه مش الاربعة برامج الاساسية فقط. الدارج ان الناس عارفة ميكروسوفت وورد الاكسل. انا عايز اطلع الناس تكون عارفة باجي برامج ميكروسوفت اوفيس. بل تكون الناس عارفة حزمة اوفيس كلها بالكامل. وعارفة تستعمل ده في ايه وده في ايه. لان برضو باجي البرامج انا ممكن استعمالها البرامج التصميم. يعني مثلا زي الفوتوشوف. معانا هلسمها افتر ممكن انا استعمل حزمة اوفيس بالكامل. تمام? واستغنى عن دول. بس دول برضو ما يقولوش اهمية عن برامج ميكروسوفت اوفيس. وباذن الله يعني لو الناس حابة يعني بعد كده تكمل ممكن نشتغل مع بعض برضو الجرافيك ديزاين. نشتغل مع بعض المونتاج ونشتغل مع بعض ايه تمام? فكل الفكرة ان اللي مش هيقدر يستعمل برامج الجرافيك اللي هو الفوتوشوب مستريات رون ديزاين. ممكن بكل سهولة استعمل حزمة اوفيس. هذي حاجة سهلة عليه. وحاجة في المتناول الايد. وحاجة برضو مش محتاجة امكانيات كبيرة. يعني برامج المونتاج برامج الموشن برامج الجرافيك محتاجة مواصفات عالية. تمام? فمايكروسوفت حزمة مايكروسوفت مش شرط انها تكون مواصفات عالية. بس اللي هي التحديثات الاخيرة اللي هي صفاصل والصعبات محتاجة مواصفات. بس في نفس الوقت في برضو كزة طريقة ممكن اتحيل بها على جهاز الكمبيوتر. ويمكن مسلا انا عندي مواصفات قليلة. ممكن ان طريق المواصفات القليلة دية اشغل عندي ميكروسوفت اه اوفيس الفين ساعتاشر. هنتعلم كل ده مع بعض. وداية كده قبل ما نبتد ان شاء الله في موقع بنحمل منه. ميكروسوف. تمام. موقع اسمه ميجا. موقع اسمه ميجا. انا رفعت الموقع ده. ده برنامج الفين وعشر بالعربي. باجي اعمله ده وبيحمله عندي على الجهاز. ممكن احمل هو ده بالعربي. تمام? مما هنا. الفين وعشرة بس بيجي انجليزي. برضو اعمله ده وحمله. يعني نجرب مع بعض مسلا. هو احنا هو هيعد معاك هنا بعد ما يعاد. عشان برضو ما ياخدش ركت مينة. آآ بعد ما ينزل عندك عشان تشغله. تمام? نفس القصة بعمل ده اولود هنا. ده الفين وطلتاشر. الروابط ده كلها ان شاء الله هبعتها لكم. ده لو حد عايز يحمل الفين وطلتاشر بالعربي. وبرضو باجي الروابط لو عايز احمل هنا الفين تلتاشر بالانجليزي. وكزا. برضو الفين وستاشر. عربي وانجليزي. فالروابط دي كلها ان شاء الله هبعتها لكم. تمام? ولو في حية واقفة معكم. تمام? ممكن الناس يبعتلي على جروب الواقف. او الناس ممكن برضو تبعتلي على تمام? هو بالنسبة لآآ الطلبة انا انا والله مراعي الحتة دي. عشان كده خليته ويعني مش عايز الفترة دي عشان الناس اللي معان متحانات. آآ والناس برضو المشغول عشان فترة نهاية السنة. فبحاول اخليه على اقل مسلا يوم جمعة او يوم سبت. المعدل متاح مع الناس. بس حاليا ان شاء الله يوم السبت الساعة تلاتة. تمام? آآ وبعد كده ان شاء الله بعد ما الناس يعني بعد ما متحانات تفلص بداية من شهر اتنين. هنبتد ان شاء الله. آآ هنبدأ مسلا يوم في الاسبوع بثلاثة ايام او يومين. برضو هنزبط نوعده كلنا مع بعض. بالنسبة ليه الاستاذة نوعة قول ان هي عندها الوتوكاد وسري بي ماكس هي مش هتبطأ الجهاز بس الفكرة نفسها كتر استعمال يعني وكتر البرامج على الجهاز آآ محتاجة موصفات عليه. فانت لو ما عندكش موصفات عليه. ونحمل الحالية دي عندك. هتلاقي الجهاز تحميله ضعيف عندك. تمام? بس الفكرة نفسها انا اهو. عندي برامج الوفيس الورد الباور الاكسل الاكسس. برامج الفوتوشوب والستريت وان ديزاين. عندي برضو الاتوكاد الريبت والمتلاب. في برامج تانية برضو عندي اللي هو سري بي ماكس. والماية والآآ نايسيز. فده مش متقل معي الجهاز الموصفات الجهاز عندي عالية. فمع موصفات الجهاز العالية استحالي يدغل معك الجهاز. فبرامج الوفيس مع برامج المونتاج ببرامج الجرافيك. وبرامج الهندسية. اه مش هيعملوا حية ان شاء الله في شغل الجهاز. تمام انا بالنسبة للرابط انا قلتها ان شاء الله بازن الله هبعتولكم بالكامل. آآ استاذ احمد حسام بشمهندس احمد حسام. نزل لكم الرابط بتاع جروب الواتس الناس تدهل. تمام? طيب هو معاد الساعة ثلاثة يعني هو الحد الان المناسب هو الساعة ثلاثة. تمام? فالناس متجلقش برضو. تمام? آآ المعاد برضو ان شاء الله احنا هننقش الموعيد مع بعض ونشوف المعاد المناسب برضو. آآ ونشوف المعادة المتاح برضو مع بشمهندس آآ عمر. ان هما انشغالين كل يوم آآ خلصات. آآ فبازن الله نحاول نظابة الموعيد دي. وازن الله زي ما اقول لكم بازن الله مع بعد مسلا مع بداية السنة الجديدة ان شاء الله. مسلا بدل ما هيقبى مرة واحدة بس هيقبى مسلا مرتين او تلاتة. وبقى مسلا بدل من الساعة تلاتة ممكن مسلا من اخروا شوية اربعة او خمسة. فالمناسب مع الناس. آآ فزي ما قلنا كده. قلنا روابط التحميل. هبعت لكم ست روابط. لمايكروسوفت آآ اوفيس الفين وعشرة. عربي وانجليزي. الفين وطلاتاشر عربي وانجليزي. وستاشر عربي وانجليزي. واللي عايز الفين صارتاش برضو هبعته له. فتابعوا جروب الواتس ان شاء الله. وكل ده هنزل عليه. وبازن الله ان شاء الله حاول ننزله على جروب الفيس. بالنسبة للناس اللي مش على جروب الواتس. فالنشاء جروب الواتس يتابع معنا برضو. يتابع عميس ماندس و عمر تمام? عشان ندخلوا على جروب الواتس. تمام. نبدأ مع بعض ان شاء الله. زي ما قلنا اول برنامج هنستعمله اللي هو مايكروسوفت وورد. مايكروسوفت وورد. زي ما قلنا بيستعمل كتابة النصوص باللغة العربية او باللغة الانجليزية. وقلنا بنعمل تصاميم مختلفة. ونعرف الكلام ده كله. بداية كده لما باجي انشئ ملف. بانشئ الملف ازاي? عن طريق ان انا بضع كليك اليمين على سطح المكتب. وادوس ميو. اللي هو جديد. بعد كده بطور هنا بلاقي فيه حاجة اسمها مايكروسوفت وورد دوكمين او مسلا اكسس داتا بيز او ميكروسوفت بوريجيك داتا بيز. هتلاقوا برامج ميكروسوفت وكلها نازلة هنا. فعلى اساسها انا بعمل انشاء للملف اللي عندي. هادي انشاء الملف اللي عندي. دي طريقة. الطريقة التانية عن طريق قايمة من تحت. مربع السيرش. الورد. ودي ظهر برنامج في الورد ومنتم نفتحه عن طريق الضغط عليه. الناس تتابع معي وتتابع مع اللحزة باللحزة وتنشي ملفة عندها. ان ان بعد ان شاء الله بعد كل اه محاضرة الناس تبعد التطبيق اللي عملته معي. فده احنا البرنامج هدي واجهة البرنامج الاساسية. تماما. البرنامج نفسه زي ما قلنا برنامج ميكروسوفت وورد زي ما قلنا بيستعمل تكتبط من نشوف اللغة العربية والانجليزية. مما يتكون برنامج الورد. برنامج الورد بيتكون من اربع اشريطة ورقسية. اول شريط اللي هو فوق خالص اسمه شريط العنوان. New Microsoft Word Document اللي هو عنوان الملف اللي انا بكتب بكتب جواه. ده اسمه شريط العنوان. الشريط اللي بعده من اسمها دي كلها قوائم. قوائم عندي هستعملها. اسمه شريط القوائم. شريط القوائم. كل قائمة القيمة. كل قيمة القيمة دي نزل منها كل تحت ده اسمه ادوات. كل ده ادوات. تمام? بعد كده عندنا الشريط الرابع اسمه شريط الحالة. اللي هو من تحت ده خالص. اللي هو مكتوب على اللي هو البيج وان والوورد وهكزا. تمام? دي اللي عندينا اسمه مسطرة. دي المسطرة. ناحية الشمال برضو المسطرة. تمام? وانا اعرف استعمال المسطرة في اي بالزبط? تاني. يعني زي ما قلنا احنا برنامج اربعة شرطة رئيسية. اللي هو شريط العنوان. عنوان الملفة اللي بكتب فيه. شريط الخضائم. تحت كل قيمة في ادوات اللي انا بستعمال اسمه شريط الادوات او الريبون شريط الريبون. آآ كل كل ادوات محطوطة في مجموعة يعني ادوات نفسها يعني مسلا الادوات دي خاصة بالفونت اللي هو فطور محطوطة في مجموعة وحدها. اللي هو البراغراف برضو محطوط في مجموعة الوحدها. الكوبي والقط والبست برضو محطوطة في مجموعة الوحدها. وهنعرف المجموعة برضو نفس القسم. وهنعرف استعمال كل حاجة فيهم. تحت شريط الحالة. ملاحظين ان مكتوب هو ايه معنى يجي مسلا ننشئ انا ملف صفحة تانية. وانا كده واجه في الصفحة الاولى. فهو بقول لي معناها ان انا واجه في الصفحة الاولى من من عدد صفحات الورد اللي هي اتنين. يبقى اللي اتنين دي عدد صفحات الملف اللي انت فتحه. الواحد دي هو الصفحة اللي انا واجه فيها. يعني كده انا انا واجه في الصفحة الاولى من عدد صفحتين. كده انا واجه في الصفحة التانية. اجي مسلا اجرب اكتب مسلا اي حاجة. ملاحظين ان انا لما اجيب كتب عدد الكلمات من تحت اتنين. فبيعدي اللي الكلمات اللي انا بكتبها ادي كلمة. ودي التانية. كمان. معنى كده ان انا مسلا لو كنت بكتب بحس علمي فبيقول لي مسلا عدد الكلمات لا يتخطى الالف ونص او لا يتخطى الالفين ونص فلازم اخلي بالي من الورد اللي هي الكلمات اللي من تحت. اه دي حاجة للحاجة التانية. بيقول لي عربك ايجيب. معناه ان اللغة اللي بكتب بيها حاليا لغة البرنامج اللي بكتب بيها عربي. كده لغة البرنامج انجليزي. بيرتها ازاي عن طريق والد وشيك. لغة الكتابة داخل البرنامج. نجي هنا طريقة العرب. عايزها مسلا اه عايزها مسلا للقراءة فقط. بادوس عليها. هي اظهرت للقراءة فقط. تمام. يما خليها للقراءة فقط يما خليها في وضع البرنت لقاوت. الوضع اللي احنا فيه دي. تمام? يما خليه في وضع الويب. تمام? اما هنا اللي هو مكتوب اللي هو حلامة والزوم اللي هو البلس والمينس. ممكن اكبر وصفر فيه من الصفحة زي ما انا عايز. نعم? دي الواجهة الاساسية بتاعة البرنامج. آآ فيها نسينا نجولها في شريط العنوان. على اتنى الشمال فيها حاجة اسمها شريط الادوات السريع. هو ايه شريط الادوات السريع? يعني مسلا انا واحد بستعمل برنامج على طول بعمل مسلا آآ ناس طباعة حفز وحفز باسم وفتح. القوائمة والادوات اللي بستعملها كتير بخليها في شريط شريط الادوات السريع. ازاي مسلا اي اداء عايز اخليها فوق مسلا باجي على الاداء نفسها. اخليها تحطط في تحطط فوق ايه. عايز اشيلها كليك يمين عليها. ودوس رموه. تمام. مسلا عايز اخلي باعلم عليها كليك يمين مع كده ادتو اكسز اكسس بار اهي بيجيت فوق. الحاجة اللي بستعملها كتير. فيه سام صغير هنا في الجنب اسمه زهرت اللي قائمة. القائمة اللي ظهرت دي فيها ادوات كتير اللي هو نيو سيد برينت اندو راديو. دي الادوات اللي انا ممكن استعملها يعني ادوات الوصول السريع. ممكن مسلا المتعلم على علامة صح هي الحاجة الموجودة عندي في شريط ايه علمت مسلا على فظهرت لي فوق. عايز اعلم مسلا على اهي اعلم 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 مسلا على مسلا هنعرف برضو ازاي من الاعدادات نعمل السريع دا ايه. زي ما قلنا لو مش عايزيه بنضغل عليه كليك تيمين بعد كده ريموت. تمام? كده البداية اللي احنا عرفناها تمام? هناخد تابة تابة ومشتغل عليها. اول حاجة تابة انا اخدها تابة اسمها لازم حضراتكم بس ضيقتين وورجع لحضراتكم تاني. لو سمحتها بش مهندس. مهندس? هتفضل مع حضرتك. تخليها خمس زائج نصلي المغرب بس بعد الديئتين. طب خلاص خمس زائج الناس تصلي وهنرجعت هن. خمس زائج اللي ما حاجة بعملها وهنرجع. خمس يعني اربعة ونص نكون متواجدين. اربعة ونص. ان شاء الله فيه تاب فايل. استاذ عراء الدين. حابي يستفسر عن اي حاجة. الناس اللي رفعت ايدها ممكن تفتح المايك. تمام? قبل ما تكمل في حد حال بيصر عن اي حاجة من اللي فات. مم. نكمل. ضمن اول تابة عندنا اللي هو تاب فايل. طب فايل فيه كزا حاجة. اللي هو الهوم. نيو. اوبن. انفو. سيف. سيف از. شير. سبورد. اكون. الفيدباك وال اوبشن. الهوم اللي هو الوجهة الاساسية بتاعت الفايل. عندنا حاجة اسمها نيو. هنلاقي هنا كتير عندي. ممكن استعمل كزا تيمبلت. دي لو عايزة اعمل صفحة ورد بالصفة ديها. ممكن اعجي الورد مسلا اهو برشتور لمطعم. ممكن. افتحه. هدوس عليه. هدوس كرييت. هو ظهر لي. ممكن اشيل الكلام اللي عندي. واكتب زي ما اعايز اللي انا عايزه. تمام? وهذا الدزان وهذا اللي اوت هنتعلم كل ده. هدي هدي تصميم. فيه تصميم برضو تاني. ممكن ده تصميم شبيه لتصميم غلاف كتاب. برضو بتصميم شهادة التقدير. اه هنا برضو لو حد عايز يفضل مسلا صفحة غلاف لتقرير او ايا كان ايه مسلا الكتاب. هنا مسلا عايز اعمل برضو صفحة غلاف. اه لتقرير. اه المنو بتاع المطعم برضو ممكن اعمله. هدوس على حاجة اسمها المور. زهرت لي كتيرة. اهي. هنا اه شكل. هنا مسلا لو عايز اعمل اللي هي الشهور اللي هي الكلندر. اه مسلا عايز اعمل اهو. فيه اشكال كتيرة عندنا اهو غلاف كتاب. ادي مسلا تصميم شهادة التقدير. هتعلم احي نصلم الشهادة ازاي? تحت هنا خالص فيه عندي كزا حاجة. فيه مسلا اللي هو ايه بيقول ايه? افتراحات البحس. عندي اللي هو حاجات الخاصة بادارة الاعمال. وادوس عليها. اغلب الحاجات دي لابد ان يكون عندي اه نتش نشتغلو معايا. فظهرت عندي كزا ايه. ممكن ادوس على ايه فيه معدل فيه زي ما اعايز. مم? دي كلها جاهزة عندي. ممكن نستعمل اللي انا عايزها اهي. تمام? كلها اشكال مختلفة عندي. واحنا برضو بيمكننا نعمل نعمل يعني نصمم كزا بنفس الشكل كده. ونصمم كله ببرنامج برضو. حالي ينفع? اه ينفع. اه نعرف نتعلم اناعمل الكلام ده ازاي? بعمل باقي كارد اللي هو الكروت. ايه? كلها اشكال الكروت مختلفة. بعد كده فيها عايز اسمها الفلاير. الناس اللي بتستعمل فتوشوب با هتعرف الفلاير. آآ الورج اللي بتوزع لنا في الشارع ده هي الورج اللي بيكون ابيض وصويد او آآ وورج الوان ده اسم الفلاير. تمام اهو? ممكن مسلا آآ بعمل حاجة بنزلها على السوشيال ميديا. فبنزلها على فلاير. اهي? بكلها اشكال مختلفة للفلاير. عندي برضو اللي هو الخطوات. لو عايزة بعد خطاب مسلا لشاركة خطاب لشخص. تمام? من هنا? برضو اللي هو لو عايزة عم حاجة خاصة تعليم. اهي? عندي تمبلت كتيرة وتمبلت جهزة. اشكال مختلفة. تمبلت جيس خطوات الاخرى. يعني مسلا الفين وتلاتاشر هتلاقي فيه تمبلت غير الفين وتلاتاشر. آآ ستاشر هكزا. بس يقبى بنفس الكيفية برضو. الريزيوم سيرة ازاتية. آآ هنتعلم برضو احنا بالبرنامج برضو ازاي نعمل وازاي نعمل وهنعرف الفرق ما بين الاتنين ايه? آآ اللي هو الاجازة. لو عايزة عمل التصميم هو للرس السنة. اللي دي برضي مسلا. دي كلها تصاميم جاهزة ممكن اعمالها بالبرنامج. فرضا انا مش عجباني اي تصميم من التصميم دي عايز اعمل وقت. عايز اعمل اجيب تصميم تاني. بيقول لي هنا اعمل بحس عن التمبلت اللي انا عايزها يعني مسلا. بكتب الحال اللي انا عايزها اهو. عايتو لدو السيرش. يقول لك اللي انت بتبحس عنه ده مش موجود. مسلا اه. 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 ظهرت لي. فانا بكتب الحال اللي انا عايزها. تمام? ده بالنسبة ليه الجزء الاولان. بعد كده نيوب احمل بلانك دوكمنتني هنا صفحة فارغة. تمام? وممكن من نيوب افتح صفحة جديدة هنا اهو. ايه? تمام? نيوب بيجيب لي اللي هي الحقيقة اللي استعملتها هنا. فوق ده بيكون ظاهر هو جاب لي كنت شور مور اللي هو العشرة العشرة الموجودة عندي. بيكون ظاهر الاخر تن بليك انا استعملتها. تمام? بعد كده في اوبن. اوبن اللي هو لو عندي ملفات على الجهاز او ملفات ورده وعاز افتحها بادوس اوبن. هاي اوبن بعد كده براوس. بدور على الملف اللي انا عاز افتح. بادوس عليه ببقى كده بادوس اوبن. قد الملف اتفتح عندي. تمام? عايز مسلا استعيله من الجهاز برضو زيس بي سي بادور على الحاجة اللي انا عاستعيله منها. عايز احطه على حاجة اسمها واندرايب. بادوس لازم يكون عندي ايميل على واندرايب. بحطه عليه. بعد كده ظهرت هنا حاجة امت السابعة كده لسنة. وسنت معناها ان انا ملفات فتحتها ببرنامج ميكروسوفت وورد. اخر الملفات اللي انا فتحتها. هادي كلها اخر ملفات اللي انا فتحتها. طيب لو فتحت مجلدات مجلد. هادي اخر مجلدات فتحتها ببرنامج ميكروسوفت وورد. بعد كده فيه انفو اللي هي معلومات معلومات على صفحتها. يعني مسلا الصيز الحجم. البيبر. اللي هو الصفحات. اللي هو الكلمات اللي انت كذبها. هنا بقول لك total editing time. الوقت اللي انت اخذ اللي هو العنوان او اشتاج زي ما بقوله. حطت اللي هو وكزا. عايزة اعمل في حاجة اسمها بروتكت دوكمينت. كنترول وطايبس وفتشينجس بيبل كان ميك تو زيس دوكمينت. يعني تغييرات الناس اللي ايه يعني انت انت اللي هتتحكم في الناس اللي ممكن يفتحوا الملف. ده مش اي حد يفتحه خلاص. ملف حطيته على جهاز وحد راح يجاعد مكانك. بكل سهولة يفتح الملف وشوفك انت عملت ايه. بس انا ممكن اعمله حماية. فقدوس على بروتكت دوكمينت. ظهرت عندي اختيارات كتيرة اللي يخصيني فيها حاجة اسمها يعني انشاء باسورد. بكتب هنا الباسورد اللي انا عايزه مسلا اهو. بدوس اوكي. بعد كده بيقول لك يعني او اللي هو يساوي اللي هو يتأكيد الباسورد. اه كده ادوس اوكي. انا كتب كده بقصورد اعمال لي تظليل بيقول لك يعني معناها ان كلمة السر يتطلب ان انا هفتح. فانا دلوقت هل معنى كده ان كلمة السر اتفعلت? ما اتفعلتش. فلازم اكفل تمام? وادخل عليها تاني. دخلت عليها. بعد يظهر لي الباسورد اللي انا عايز هكتبه. هرجع تاني الانفو. هلغي الباسورد ازاي? بدوس عليه. اكده بيقول لك انكريبتو اس باسورد. برضو بأكد الباسورد اللي عندي. نص تجربت تشوفها اشتغلت معه ولا لا فاللو جيف شغلته شغلته تاني الباسورد متفاعل. واسه في مشكلة عندي برضو لم ناجحة اهكد الباسورد مفروض يتلقى معايا. فهو في مشكلة هحاول اعرفها ونرجع لها تاني ان شاء الله. تاني. بس خليكم فاكرين ان برضو دي هنرجع لها تاني. احنا انشاءنا الباسورد اللي عايزين نلغي. مفروض اللي عايز الباسورد تاني. برضو يتلغي. اهو مش عايز يتلغي. عن الرياضة تاني ان شاء الله. بعد كده في حال اسمها سيف وسيف از حفز وحفز بواسطة. الفرج ما بين السيف والسيف از. السيف اللي هو انا لو عندي ملف هنشأته لأول مرة. تمام? عندي ملف هنشأته لأول مرة. وعايز احفزه. بعمل له سيف. بعد كده انا مسلا الملف اللي عندي انا حابق ان انا اعدل عليه. او مسلا في بعض التعديلات. بس عايز احفز الملف الملف الاساسي بتاعي يكون محفوظ. تمام? بس عايز اعمل برضو ملف اعمل منه اعمل منيه نسخة تانية. بس النسخة التانية تكون محفوظة يعني بالتغيرات بتاعتها وباسم تاني غير الاولاني. هو دوس اللي هو مكتب الاسم اللي انا عايز اكتبه. تمام? والمكان اللي اعز احفزه فيه. انا عندي مسلا قادي مكروسوفت. دوكمنت انا غيرت مسلا فيه وعايز اعدل. ده اخليه مسلا فقط. ادست مسلا سيف. لو رحت على سطح المكتب هنشعل نسخة تانية بالتعدلات اللي انا عدلتها. تمام? ده الفرج ما بين سيف وسيف از. وانا اعرف برضو عن طريق سيف. فيه حاجة يسمع فايل نيم اللي هو اسم الملف. بعد كده السيف از طيب نوع الملف. انا عندي مسلا بي دي اف. عندي مسلا الورد اكس اميل. عندي مسلا الورد كتمبلت موجودة على سطح المكتب مسلا او شوف انا عز احفزها فين. او كورد مسلا من سبعة وتسعين لالفين وتلاتة. وشوف السيغل انا عز احفزها بيه. بعد كده في حاجة يسمع بريند. طبعة. دي علامة الطبعة اللي عندي. تمام? اا بعد كده في حاجة يسمع كوبيز اللي هو النسخ. عايز مسلا انا انا كتبت نص. عايز اطبع النص دي. هادي النص عندي ظاهر. عايز اطبع مني مسلا نسكتين تلاتة اربعة شوف بعد كده اللي هو الطبعة. الطبعة المتعرفة عندك عالجهاز. فيه كزا طبعة? الفاكس والاتش بي والاتش بي والماكروسوفت بريند اكس بي اس والنوت والبي دي اف كريتو كريتور. فيه كزا طبعة عندي. الطبعة المتعرفة عندي عالجهاز اللي هو اتش بي ليزر. تمام? وبدايه الطبعة المتعرفة عندي. دي هنعرف منها الخاصاز بتاعة الطبعة. يعني مسلا الحجم بتاع الصفحات ممكن اجيبها عجم كتيرة من هنا. مسلا المصدر معنا انت عايزه مسلا ان هو بيعمل لك تحديد اوتوماتيك ولا منول. اه هنعرف برضو حديد اقول لها. نوع الورقة. ادي اهو. ده نوع الورقة اللي عندي. اه البيج بيرشيت هنعرفها برضو. في حاجة اسمها هنا يعني طبعة كل الصفحات. يعني كل الصفحات اللي عندي عزت بحها. لو دست على السام الصغير من جنب. معناها ان انا عايز مسلا اني ظهرت لي خيارات تانية. في حاجة بعد كده اسمها يعني فقط اللي انت عملت له تحديد يعني. رجعنا اهو. حددنا ده. تمام? عايز مسلا اعمل برينت سليكشن. هبيضبع لي الجزء اللي انا حددته بس. هو مش يكون ظهر عندي هنا بس انا لما اجي اجربه واطبع. هيضبع لي الجزء اللي انا عملت له سليكشن فقط. بعد كده في حاجة اسمها يعني طبعة الصفحة الحالية. يعني مسلا انا عندي في الطبعة. برينت سليكشن برينت كارنت بيج كاستم برينت الفرجة ما بين الاربعة الملف اللي عندي اه اما لو انا حددت جزء معين وعايز اطبعي. يعني مسلا انا عندي فقرة كبيرة زي كده. مسلا عايز اطبع فيه اللي هو الفقرة التالتة. الفقرة دي. هبعمل له تحديد الاول من ملف نفسه. لو رجعت بعمل تحديد ليه. بروح على الفايل. بعد كده اعمل برينت سليكشن. هي مش هتكون ظهر هنا عندك في في الشوف العرض. بس لما اجي اطبعها هنلاحز ان هو طبع لي الجزء فقط. بعد كده انا عندي مسلا عشر صفحات. انا واجف عند الصفحة الرقم سبعة او الصفحة رقم تمانية وعايز اطبعها. فانا واجفت عند الصفحة رقم تمانية وايجي هنا ادوز برينت كارنت بيج. طباعة الصفحة الحالية. وبرضو هنلاحز زي لما يجي نطبع اطباعة. بعد كده في حال اسمها الكستام برينت. هو الكستام برينت مسلا انا عندي عشر صفحات عز اطبع مسلا من الصفحة رقم تلاتة للصفحة رقم سبعة. حينا مثلا من تلاتة بشرطة سبعة. ربعا معناه انا عز اطبع من الصفحة رقم تلاتة الصفحة رقم سبعة. تمام? مسلا انا احنا بنلاحز ان آآ في الطباعة في ساعات حاجات بتكون مطبوعة وش بس وفي حاجات بتكون مطبوعة وش وضهر. فمن هنا اللي هو ايه طباعة وش فقط. تمام? لو غيرت مسلا عايز اتباع وش وضهر. يعني طباعة وش وضهر. تمام? اه لو عايز مسلا اتباع لي يعني اتباع لي تلقائي اه لأ بعتزر. هو الفكرة نفسها ان التلات اوامل تحت بعض دول زي بعض. تمام? فكل الفكرة ان انا لو عايز اتباع وش بس لو عايز اتباع وش وضهر تمام? اه بعد كده في حاجة اسمها ايه هو يعني مسلا انا انا وبطبع انا جيت مسلا عندي تمام? في اتباعه. تمام? عندي مسلا عشر صفحات. عايز اتباع لي النسخة الاولينية عشر صفحات كاملة ورابعة يعني واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمامية تسعة عشر صفحات. تمام? بعد كده ايه ايه ايجي في النسخة التانية يتباع حالي برضو لنفس الكلام ورابعة من واحد لعشرة. ايجي في النسخة التالتة برضو اتباع لنفس الكلام. فهو انا كاتبل واحد اتنين تلاتة. دي معناها كده. طيب لو خلتها واحد 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 او اتنين 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 او لو مسلا الصفحة الاولانية عزت ضع منها تلات نسخ ورا بعض. بعد كده يخشي لع الصفحة التانية يطبع لي تلات نسخ ورا بعض. بعد كده الصفحة التالتة تلات نسخ ورا بعض. يعني معناها ان الاولانية دي مهتمة بالترتيب. بس يهتم بالرنش اللي هو الترتيب. تمام? يعني يطبع لي مسلا النسخة كل نسخة الوحديها ورا بعض. يعني مسلا آآ النسخة فيها عشر صفحات. فبيطبع لي العشر صفحات وراء بعد كده ادخل على النسخة التانية بعد كده بيدخل على النسخة التالتة. فرضى ان انا عايز مسلا لا انا مش عايز الكلام ده. انا عايز كل صفحة يطبع لي منها مسلا خمس نسخ ست نسخ. فباجي على وبختارها يعني مسلا انا حددت هنا خمس نسخ. حددت فوق خمس نسخ. حاجة في الان تمام? هيتضع لي اول صفحة منها خمس نسخ. يعني ايه خمس آآ صفحات. ايه كده الصفحة التانية خمس نسخ. الصفحة التالتة خمس نسخ. وهكذا. يعني مش بالترتيب وراء بعد. بعد كده في حاسمها طريقة العرض. عرض الصفحة اللي عندي اللي هو افقي. فكده في اللي هو رأسي. ماشي بعتزر. اللي هو رأسي اللي هو افقي. يعني شايفين الصفحة عندي ب افقي. آآ رأسي قصدي. اللي هو رأسي. جينا عند اللي هو عملها لك افقي. اهو بالعرض. الصفحة عملها لك بالعرض. البرتريت عملها لك بالطول. عايزة كان في كان مسلا عايزة اي فور ولا عايزة اي فايف ولا عايزة اي سري. طبعا الناس الفندسة تعرف ان الفرج ما بين ال اي فايف وال اي فور وال اي سري آآ اكبرهم ال اي فايف حتى لو ملاحز تحت كل حاجة فيه مسلا ال اي فايف بيقول لك خمسة بوينت تراتة وتمانين في تمانية بوينت سبعة وعشرين. ال اي فور اقل منها. تمانية بوينت سبعة وعشرين في عداشر بوينت ستة وتسعين. يعني مسلا ندوسنا عليه اهي. ده اللي هو اي فور. هنا مسلا اصغرهم اي فايف واكبرهم واكزا مسلا عايز اعملها اعمل كارتش شخصي. ايه مسلا كارتش شخصي بيكون خمسة في تمانية اهو. بس برضه انا اتعلم ان اعمله ازاي. يهو. لا شكل الكارتش شخصي. او اده غير في الابعات زي ما انا عايز اهو. احنا احنا ده نستعمل دائما ايه فور? اي حاجة اسمها اللي هو الحدود الطبيعية. حدود الملف اللي عندي. ادي في حدود جاهزة. ممكن استعملها. وبرضو هندرسها بالتفصيل. داخل البرنامج نفسه. ممكن لو عايز اعمل حدود من عندي. هندوس ايه. الطوب والليفت والبوتم والريت الطوب اللي هو انت عايزه من فوق مسلا اربعة. وعايزه من تحت اربعة. وعايزه مسلا من ناحية من الاسفل. يعني اتنين. ايه هو الجيتر? الجيتر اللي هو الناس باللاحز طلاب تات السنوية لما بيكون نعمل لهم مذكرات. بيسير مسافة في الجنب المسلا للمذكرة دي. يعني مسلا عايز اصيب. رجلة. تقصلك رجلة. تقصلك رجلة. المايك يا شباب. المايك. باللاحز ان في في مسافة في الجنب بتكون متسابة لجزء التكعيب بتاع بتاع المذكرة دي. وده اسمه اللي هو ايه? بقول لك المكان بتاع جزء التكعيب اللي انا سايبه دي. عايزه فين? ناحية الشمال ولا ولا من فوق اهو. خليه مسلا اتنين. شايفين? ولا عايزه ناحية شوف انا عايزه اعمله ازاي? برضو الوريانتيشن بورتريت اللي هو راسي لاند اسكيب وفوقي. زي ما قلنا هي الصفحات نورمال ولا مراية ولا اتنين صفحة برشيت يعني معناها ان انا مسلا عايزه بالعرض الطبيعي بتاعه ولا عايز مراية لي يعني بيكون صفحة صفحة وجنبه صفحة تاني ولا عايز في كل صفحتين وهكزا. البريفيو ده تعديلات اللي انا غيرتها فوق. فانا عايز يوضي عزي فقط يعني اه ولا على معينة انا حددها. اما مسلا اخليها ده اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو حجم الصفحة اي فور. اه زي ما زي ما عارفنا من هنا ممكن نعرف اهو غير زي ما نعايز. هنا اللي هو العرض والارتفاع بغير برضو كبر وصغر زي ما نعايز. اه اللي هو المصدر بتاع الورق. تمام عايزه اللي هو دفت اللي هو ترقاي ولا ولا مثلا يدوي. بعد كده اللي قاوت. هنعرف برضو بالتفصيل اللي قاوت يعني عازل اللي هو المقطع اللي عندك يبدأ من من فين? من اه من عمود جديد ولا من من صفحة زوجية ولا صفحة فردية ولا صفحة جديدة. اه هنعرف برضو الفطر اللي عندنا لو عازين نطبقه على الصفحات الزوجية ازاي? والصفحات الفردية ازاي? بعد كده زي ما قلنا هنا عازة اطبقه على او بعد كده من هنا جايلك يعني صفحة واحدة عازة خليه مسلا صفحتين في الشيت. شايفين طريقة العرض? اربع صفحات في الشيت. عازة اخلي ستة. عازة اخلي ستاشر. بس لازم يكون عندي العدد دائي. يعني مسلا ما يكون عندي صفحة واحدة اقول انا عازة اخلي اتنين بيج. ازاي انا ما عنديش غير صفحة واحدة. بس عن طريق ان انا ممكن مسلا اخلي يطبع لي صفحتين في الشيت واحد بس. اربعة في الشيت واحد. واكده ستة او تمانية. تمام? اه برضو هنا اللي هو الحجم برضو بتاعه. حجم كل صفحة فيهم. انا اخليها تمام? هنا تحت خالص بيقول لي انت واقف الصفحة رقم واحد. تمام? فعلا انا ما عنديك الصفحة واحدة بس اصلا. بس بعد كده احنا اخلصنا من اوامر الطبعة. فلحد هنا اخدنا الهوم. النيو الاوبن. الانفو والسفاز والبرين. حد عنده استفسار لحد دلوقتي. في حاجة مش مفهومة لحد دلوقتي. دلوقتي. حد عنده استفسار. نكمل. حد حاجة يسعى عن حاجة. هم? نكمل. تمام. طيب قبل ما نكمل الناس ما عليش تقول لي الفرج ما بين السيف والسيف از. الناس تقول لي الفرج ما بين السلام عليهم. عليكم السلام. السيف ان انا احفظ حاجة على فولدر موجود من اول بنفس المواصلات الموجودة السابقا. السيف از لو انا عندي اكثر او اكثر من شكل نفس الفولدر ممكن احفظه بالسيف از. اه اه وبرضو تكملا للقلام حضرتك ان السيف برضو انا بحفظ بيه ملف الاول مرة عندي. اه ملف حبيت اعدل فيه او حبي مسلا مغاية فيه بعد التغييرات بحفظه عن طريق السيف از مع تغيير مسلا اسم تغيير اه مكان الحفظ. اه الناس تقول لي برضو. اه 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 يعني مسلا اه اطبع اول ملزمة وتتقفل بعد ان تاني ملزمة وتتقفل وكانت ملزمة وتتقفل. هي اول صفحة التبع بالا بالعدد اللي انا اعجب على ان تاني صفحة تتبع بالعدد اللي انا اعجب. تبع الصفحة تتبع بالعدد اللي انا اعجب. بزبط. وانا بس معلش عندي كان سؤال. اه اه بالنسبة التاني للانفو حركة بتجيب انفو. في الباسفورد. انا اللي شفته يعني ان انت مفروض عشان تشيل الباسفورد لو دست عليها تاني بتزهر لك الباسفورد اللي انت حاطيتها. بالزبط. ايوة. مفروض ان انا اشيلها اعمل لها امسحها. وبعدين ادوس اوكي كده اتنسحت خلاص. تمام. شكرا اللي اعطيت لك. لو قفلت الفايل وفتحت مفروض انه هيفتحه. من غير الباسفورد. ياس اه. هو ده ايه? راح نفوضنا على الملف التاني. تمام. يعني مثلا ده. ادروع. نعم احنا قلنا بتروح على فايل. بعد كده. ايه. ايه. بطور الفينفو. وبعد كده. بروتكت. بروتكت. ايه. انكريبت باسفورد. بشيل الباسفورد. اعمل بديليف. ايه. ايه. اوكي. كده خلاصت شك. ازل. وكده قفلت اه اكتب تصيف اه. قد فتحت الملف ده. البصور ده مش متواجد. تمام. اي واحد. فتحت ده. شكرا جدا لحضرتك. قلنا ان اللي هو لو مسلا في ملفات عندي على الجهاز وعايز افتحها ملفات دي. اه بقولنا نظف الطبعة عارفنا ان اللي هو عدد النسخة اي عندي. ودي الطبعة اللي انا آآ دي مسلا لو عايز اطبع كل الصفحات لو او لو عايز اطبع التحديد اللي انا نحدده او لو عايز اطبع مسلا الصفحة الحالية اللي انا واجف فيها. بقدد عدد الصفحات. يعني مسلا زي ما قلنا مسلا من اربعة لتمانية. بيطبع لي من اربعة ليه? تمانية. لو عايز اطبع وشي بس اللي هو لو عايز اطبع وشي وضع زي ما قلنا لو عايز مسلا عندي ملزمة عايز اتباحها عشر مسخ بخلص بعد كده بدخل على التانية وباتباحها وبعد كده التالتة وباتباحها وهكزا. اما يعني غير مرتبة يعني يعني مسلا النسخة الاولية اول صفحة اتباع لي منها مسلا عشر نسخ الصفحة بعد كده ادخل لي على الصفحة التانية اتباع لي منها عشر نسخ وكزا لحد اخر نسخة عايز اطبع وقلنا اللي هو الراسي اللي هو الافقي بعد كده دي هنا الحجم بتاع الصفحات اللي عندي بعد كده احنا ادرسها بالتفصيل اه اه تاب يجلقاوت يعني لو راجعنا اهو انا عندي هنا لقاوت اهو ادل مارجنس احنا ادرسها بالتفصيل هنا وعرفنا اللي هو لو عايز اطبع صفحة واحدة لو عايز اطبع صفحتين لو عايز اطبع اربعة اطبع ستة وهكزا بعد كده في حاجة اسمها لو عايز اعمل مشاركة للملف اللي عندي ده مسلا انا عندي اه ميتنج مسلا او برزنتيشن اونلاين فعايز اعمل مشاركة للملف ده عن طريق اللي هو اشير البرزنت اونلاين هكده ادوس برزنت اونلاين بس لازم يكون في ميتنج كونكشن زاوفيس اهو بعمل له كونكشن بكتب الايميل اللي بدخل بيه تمام وهيعمل مشاركة عادي عندي عايز مسلا اعمل له مشاركة على الايميل عايز اعمل له مشاركة مسلا هنا كرسالة عايز احفظه اعمل المشاركة مع الناس احفظه اه في كلاود تمام بعد كده تمام فرضا انا الملف اللي عندي ده ايا لما باجي اعمل له تمام على كده براوس بيظهر لي اللي هو طيب نوع الملف انا عايز احفظ به فرضا انا مش لاجي في وسيلة تانية اللي هي تصدير تمام هتلاقي عندي اشكال تانية او صياغ تانية للملف هدي وهادي بختار الطيب اللي انا عايزه اما بيكون جهزة عندي اهي لو عايز انشئ ملف اهو من كريات كريات كده انا انشأته في ناس لما تيجي تعمل ايه في نوع الحفز مش بيكون عنديها البي دي اف ايه الوسيلة اللي انا ممكن احفظ بيها اللي هو اكسبورت على كده كريات بي دي اف كريات بي دي اف مش موجودة عندنا في الفين بس ممكن تكون في الفين وعشرة والفين وطراتتاشر لو انا عايز اعمل اغلاق جزء للملف اللي انا اشغال فيه هيدوس في ايه اللي ظهر عندي اللي ظهر عندي ان كل التابات اللي كانت متنشطة دلوقتي باجت غير متنشطة. التابات عندي مش متفاعلة. فكده انا عملت اغلاق ليه? ملف اللي عمل انا شغال فيه. هدي التابات مش متفاعلة. فبرجع تاني. تمام? اه في حد رفعيدو اللي هو اه نور الدين. حد حابب يسأل عن حاجة. اه لو يعني اه لو يعني هل قادرة مسلا سيب الورد كصورة مسلا او بين جي? هو متاحة في الفين هتلاقيه متاحة معك في الفين وعشرة بس بس هي اتشالت من الفين وتلاتاشر ستاشر وتسعتاشر. فهو اه لحد الان بن اه اللي بيستعملوا الفين وستاشر وسعتاشر بواجه مشكلة ان هم مش بيقدروا يعملوا سيب للملف اللي عندك كصورة. بس الفين وعشرة فيم تعملها. اول محاضرة يعني انك ممكن تعملها شهادة انك تعمل من دورد شهادة وتصمم عليها. دورد انا قلت ان انا اعملها صورة. هو انت الشهادة هتحفظها بس كبيدي اف. تمام? فانت لو عايز تضع الشهادة بتاخد تاخد ملف البيدي اف نفسه. وتروح لحد تقول له والله انا عايز مسلا اضع الشهادة دي. فهو بيتبحها لك. فهو بياخد منيك البيدي اف ويتبحها لك. اما كصورة يعني هو برضو الاختلاف بين الفوتوشوب والاا والورد. ما بيمكن الفوتوشوب احفظه كصورة. اما البيدي اف اما جزء الورد. مفيش امكانية ان انا احفظ الملف اللي عندي كصورة. بس في البرامج الجديدة بصدارات الجديدة. ممكن احفظه كصورة. يعني الفين وعشرة. الفين وسبعة. في امكانية ان انا ممكن احفظ الملف كصورة. طيب انا اتغلب على المشكلة دي ازاي? خلاص انا عملتش هادة وصممتها. احفظه كبيدي اف. اه وممكن عن طريق ان انا يعني اخد ملف البيدي اف اللي عندي. اروح اطبعه. مش شرط ان هو يكون صورة. تمام? اه اه حد عنده صفصار تاني. عنده صفصار تاني. فالناس برضو اللي عندها نصف تودينها تحاول تجارب. طلع والكسورة جوبيت. ملبيس. مايك يا شباب مايك نفسي فتح المايك وانا حالك عندي الفين وعشرة بصيت عليه ورد وما بيشتايف في جي بي جي. بس ما عايز اقول للاخر اللي كان بيس قال ان ميزة الورد ان احنا ساعتنا ما كنا بليجي نعمل تفريض مسلا عمال الموقع. بس عاد ببعيز احط في التفريض تلاتة اربعة صورة ورد في نفس الصفحة. فباخد ال جي بي جي احطتها على الورد فايل واثبطهم انهم يكون سلطين تلاتة اربعة في نفس الصفحة. وبعدين زي ما حاجبتوك ببقى ممكن نبع ال 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 كورد او كبي دي اف انا عشان تبقى تفريض. اه هتلاقوا بعض الفين وعشرة في منها نسخة قديمة في منها نسخة محدسة. فالنسخة المحدسة ما بيكونش فيها حفز كبي او جي بي جي. اه بس النسخة الجديمة انا كنت محملها عندي وجربتها قبل كده بتحفز كصورة عادي. الناس اللي عندها الفين وسبعة الفين وثلاثة تجرب هتلاقي ان هو بحفظ معها كصورة عادي. بس بعد كده شالوا. الميزة دي الفين وستاشر الفين وستاشر. آآ الحاج اللي انا بحفظها بحفظها كصورة. يعني الحاجة الغرهيبة منها ان انا احفظها كبي دي اف. وبعد كده اروح اطبعها. تمام? آآ ده بالنسبة لي مشكلة الجي بي جي والبي اني جي. بعد كده قلنا اللي هو الكلوز عزم اغلاق جزء ايه. او. او. ممكن بسبع بازنك الاكسبورت ايه السريع تاني يا علشي. تمام. آآ احنا قلنا الاكسبورت اللي هو تصدير. تمام. آآ قلنا مسلا لما جيت احفظ ما نلف عن طريق الصيف از. تمام. باجي بادور في الصيف طيب. انا بادور على البي دي اف في مش لاجي بي دي اف. فانا عندي مشكلة وانا عندي تسليم بكرة وعايز احفظك بي دي اف. طب هو الحل. ابعت الملف الواحد تاني عمل لي آآ ملف بي دي اف وبعت قولي لأ. هنلاقي عندنا في ميزة اسمها اكسبورت. في حاج اسمها كريات بي دي اف. كريات بي دي اف. تمام? فبعدوسها هنا على كريات بي دي اف. تمام? فهو جاب لك الصغة. ممكن برضو لو انا مسلا مش فاكر بيعمل آآ لما باجي احفظ. بيجيب لي نوع الملف. انا نسيت مسلا خالص. فرحت ممكن من هنا برضو تشينجي فايل طيب. تغيير نوع الملف. تمام? عادي عندي انواع تاني. مختلفة. عايز احفظه كتمبلت. كورد الفين وتلاتة او سبعة وتسعين. كتكست كنص. كبليين تكست. شوف انا عايز احفظه ازاي. فبعدوس وفتع عندي. نوع اللي حفظ انا عايزه. وهنا اسم الملف. آآ برضو في مشكلة الناس بتوجع فيها. الدي او سي اكس. اللي هو صيغة الملف نفسه. الصيغة دي لو اتنسحت. يعني بنسبة تسعين في المية الملف مش بشتغل معك. يعني يعني مثلا جرب كده. حتى هو تحت تجيب لك في الاختبارات لازم تحط دي او سي اكس. قدوسك كده سيب. تمام? او ارضو لما تحفظ هتحفظ بنفس الصيغة اللي هي دي او سي اكس. هنا. هتحفظ بنفس الصيغة. يعني حتى انت لو نسيت ومسعتها هي هتكون موجودة معك متواجدة دايما مش هيتمسح لان دي الصيغة الاساسية بتاعت برامج الورد. فلاغن عنها. تمام? اهو بغير الاسم من هنا. وزي ما قلنا من هنا نوع كبيدي اف او اشوف النوع اللي انا عايزه. يقبل فكرة نفسها ان بديل للسفاز لو انا مسلا عايز احفظه كبيدي اف ومش لاجيه في الاستفاز عن طريق الاكس بورت. تفهمت? بعد كده دخلنا عرفنا الفرج ما بين الكلوز والكلوز والاكسيب. اللي هي اغلاق جزء ايه? ليه? العمل اللي انا عندي? مع لغاء مع لغاء تنشيط التابات اللي عندي. اللي انا عملته دي اسمه اغلاق. لما اكاونت لو عايز اعمل حساب مسلا على اه اه اوفيس. عايز اعمله. طب ديت اوبشن. تمام? ساين ان. العايز ادخل بالحساب بتاعي. فكرة الحساب بتاع الاوفيس اللي عندي. اه الفيدباك يعني اه خلفية عن البرنامج نفسه. هل انت حبيته? ولا ما حبيتهوش وهكزا? او انا عندي اختراح لبرنامج نفسه. اه بعد كده اوبشن. اعدادات البرنامج. العندي. احنا مش ناخد حيات دي كلها هناخد حيات المهمة فيها. تمام? اول حاجة جينرال. هنا في حاجة اسمها اليوزر نيم. اليوزر نيم. اسم المستخدم. تمام? خليته مسلا. اسم المستخدم خليته الورد. تمام? دس. اوكي. قلعت بره. تمام? هوا مفروض اسم المستخدم بيجي لك في اللي هو ايه? ده ملاحظين هنا في حاجة اسمها طيب. الاسم اللي هو المؤلف. والصيز والديل. موضو فايد. الاسم اللي انت غيرته يجي لك فيه الاسر. اللي هو المؤلف. دخلت انا على الملف نفسه. تعاني. فايل. اوشن. غيرت ده مسلا. بس هو ايه? الفكرة نفسها ان انا بغيره انت لازم اغيره لما اجي اعمل ملف جديد. ملفه ما كنتش اشتغلت عليه قبل كده. يعني مسلا ده اهو. مش بعد ما اشتغلوا كل حاجة راح اغيره لا. اه بعد اول ما قدل بالنمج بعد ما انشأته. حلو? من غير ما بعمل على اية عدلات بدخل على 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 اوبشن. اخلي ده مسلا. دبلوما. ادوس. اوكي. طب معايش الناس تجربها عندها? مشكلة عندي. فكرة نفسها انت لما تيجي تعمل اليوزر اتنين? يجب ان يظهر لك برة اللي هو ايه? يعني زي حاج زي حقوق المشر والطباعة. اه هنرجع لها تاني. بعد كده يعني اللي هو ايه? شكل اللي عندي. عايزه ابيض ولا عايزه دارك ولا عايزه ايه بالزبط? عايزه مسلا دارك. بدوس اوكي. بعد غيرت شكل الاوفيس اللي عندي. برجع تاني. اوبشن. عايزه مسلا. ويت. هذا بيجي كله ابيض. ارجع تاني مسلا من هنا. عايزه. الاساس بتاعه. فمن هنا بغير ايه الشكل بتاعه الوفس. بعد كده. حد مش مهم ما عندي. بعد كده سيف. فرضا ان انا مسلا الملف اللي عندي. تمام? اه كنت شغال بكتب فيه مسلا وشغال على جهاز اه كمبيوتر. راح. الجسم. فالملف. لان انا شغال فيه مع نسيت احفظه. فالملف ضاع مني. فتجنبها للانقطاع اللي بيحصل تجنبها للمشكلة اللي بتحصل دي. تمام? باجي اعلم هنا على حاجة اسمها سيف اوتو. ريكوفر انفورميشن افري. يعني انت عايزه يعمل لك حفز تلقائي كل كم منت. مسلا عايز له. يعمل لي حفز تلقائي كل خمس دجايب. فرضا عايزه كل عاشر دجايب. عايزه كل والله ستين دجايب كل ساعة. وهكزا. هنا بتحدد له المدة اللي انت عايزه يحفظ لك فيها حفز تلقائي للملف اللي عندي. تمام? بعد كده اللغة. عن طريق اللغة انا ممكن اغير لغة البرنامج اللي عندي. تمام? اللي انت شايفين دكتي اتباد كلها باللغة الانجليزية. عايزه يخليها بالعربي. تمام? بس لازم ان انا اكون عندي على الجهاز معرف اللغة العربية. لازم يكون معرف اللغة العربية. يعني مسلا دي الانجليزية. هدي مسلا انا هنا مش معرف اللغة العربية عشان كده مش تزهر عندي. فانا لو معرف اللغة نفسها فبدوس بعلم عن اللغة. وقدوس حال اسمها ريفريب. هبدوس. تمام. حلو. فاتبات مش هتتغير كده هتلقاء الوحدة لازم اقفل البرنامج بعد كده ادخل عليه تاني. فانا اتبعي معرف اللغة العربية. فلازم يكون معرف اللغة العربية على الجهاز. قلنا عن طريق آآ هنا هيكون كاتب لك رقم تلاتة مسلا من عربك. تمام. فبتعلم عليه برضو. بيرفيرت. اجي مسلا هنا بعلم عن اللغة العربية اللي انا عايزها. هدوس ست از بيرفيرت. يس. احطه تاني اد لانجوتش. ودور على اللغة اللي انا عايز احطها. يعني مسلا. لو ملاحظين هنا ما عنديش اهو مش متزللة. مش متفعلة اساسا. معنى كده ان هي اصلا اللغة العربية اه في مصر مش متفعلة عندي. مش اه. اه. تمام هنا مصرا. دفت حالي زي كده عايز اعمل لها من هنا ايه? بلغ اللغة. فلا بد ان هنا برضو نفس القصة. يكون متعرف. معنى كده ان هي اللغة العربية مش متعرفة عندي. لو متعرفة هتلاقيها ظهرت عندك فوق. فبتحددها برضو فوق وتدوس عليها. آآ وتحددها تحت تدوس عليها. فكده هتحول معاك. التابعة اللي عندك من اللغة الانجليزية للغة العربية. بعد كده. متقدم. اللي احنا هنحتاجها فيها. تمام? انا مسلا عندي في البرنامج نفسه كتبت ارقام. واحد اتنين تلاتة وخمسة. انا عاز اخلي الارقام دي باللغة العربية. بعد ارقل نفسها. باروح على تاب فايل. على ادفانسد. هنزل. من حاجة اسمها? نمرال. هشيل الاربيك اخليها هندي. خليها الحروف الارقام اللي عندي اصلاها هندي. طب اخليها هندي. دوس اوكي. بعد تغيرت للغة العربية. ارجع تاني اوكشن. مين? ادفانسد. واختار عربية. يعني دي. برضو مش مقلقة. اا وحدات القياس اللي عندك في مسلا في من الديسبيلي وحدة القياس اللي انت اشغال بها في البرنامج نفسه. اللي هو شو ميجر من ان يونيت اوف. احنا شغلين بالانش ولا السنتيمتر ولا الملي متر ولا البوين. فضل? هو الافضل حريك بدل ما تعملها هندي لو كنت تعملها كونتكس. كونتكس لو انت بتكتب اللغة اصلا على الورد انجليش هيخليها انجليش عادي. لو خليتها الاربي هيروح كاتب الارقام بالعربي. بدل ما تتحول الاربي وهندي انت عمالها كونتكس وخلاص وحسب ما ترجع تغيرها كل مرة. مع تغيير اللغة في في الويندوز نفسها هو هيتبقي غير بك الارقام معك. تمام بس هو في مشكلة دلوقت انا مسلا كتبت اي حالة باللغة العربية مسلا هدي. تمام. جيت تحت كتبت الارقام. بالعربي زي ما هي. بغيرت اللغة بعد كده خليتها مسلا. عربك. نزلت اعزكت بالكلمات. تمام. تمام. شكرا لحضرتك جدا. يعني. العزوي زي ما قلنا. اه متشكرك جدا. تمام. اه ممكن اختار الهندي اللي هو بالعربي بس. العربي اللي هو اللي هو الانجليزي. اللي هو اه على حسب طريقة الكتابة اللي عندي سواء باللغة العربية وبكتب لي الحروب بالعربي سواء باللغة الانجليزية يكتب لي الحروب بالانجليزي. تمام? بعد كده هنا بقول لك حالي اسمها يعني طريقة عرض المستند اللي عندي. عايزوا من يعني من يعني من اه زي ما قلنا هنا اللي هو عرض وحدات اه القياس اللي عندي عايزة بالانش. تمام? ولا عايزة بالسنتيمتر ولا بالملي متر ولا البوينت ولا ايه باكسيس. حلو كده? حلو. مسلا في حاجة اسمها انا عرض اللي هو ايه سكرول اللي هو اه يعني انتم احنا عارفين المسطرة مسيقية وهنا عرض المسطرة هي دلوقتي ده اسم اسم سكرول. ناحية العامين ده اسمه سكرول. تمام? اهو سكرول. تمام? بلنا عن طريقة عن طريق ان انا ممكن شو اللي هو افقي اللي هي من تحت او الرأس البرتكل. اهو ممكن ناخد ايه تاني من هنا. يعني ما فيش حاجات مهمة برضو خالص انا ممكن نستعملها. بعد كده احنا قلنا اللي هو شريط الادوات. دي كل حاجة قصة بشريط الادوات. اهو. ده شريط الادوات اللي عندي. اهو. دي اقول لك انا شريط الادوات. يعني مسلا انا بقول لك اللي عندي اهو. ده اللي موريد عندي. فانا عايز احط اداء تاني فيهم مسلا. عايز احط ايه ادوس اد. بيقول لك ان هو بيحتاج يضغل. هو محتاج ان هو يتضاف مجموعة وعشان يتضاف مجموعة لابد ان هو اعمل. تمام. زي ما قلنا القصة اللي هو شريط الادوات اللي عندي. ادي كل الادوات اللي عندي او موظمة زي ما قلنا. اه شريط الادوات السريع. اللي هو الشريط المنفوق دي. بدل ما كل شوية اروح على الاداء وادوس عليها ممكن من شريط اه شريط الادوات السريع. اعلمها على طول. انا مسلا عايز اخلي في شريط الادوات السريع. بعلم عليها زي كده. وادوس عليها كده اضافت لي. بدوس اوكي. فظهرت عندي فوق. عايز انا فيها باجي عليها تاني كليك كيميل بها كده تمام. اوبشن. وكزا اي اداء من الادوات دي عايز احطها بعلم عليها وادوس اد. فهتظهر لي معي بشريط الادوات السريع. بس دي اهمية اللي عندي. تمام. آآ برضو شو ما ننساش. يحد بيسأل على حاجة. اه اي حد بيسأل. يحد بيسأل. يحد بيسأل. يحد بيسأل. يحد بيسأل. يحد بيسأل الحضارك اللي كنت جايبه من شوية ده اللي هو قدر عامل اد او دي حاجة حضارك اللي ما بتبعيش الظهر اصح. اللي ما بتبعيش موجود اللي انا لازم اعملها اه 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 اد يعني. اه حصد حضرتك. حصدك ان هو اشارة الادوات السريع. حلو كده? ايو. تمام. هل في خط موجودة اساسية لدي? ها. لا تفضل. انا هل مسلا. سمعك. في حاجة بتبعي هنا مثلا هل بيبالاعة يعني بيباليه فايدة اكترا. بيباليه فايدة يعني ولا مثلا. هو مسلا. حاجة بنستعملها كتير مسلا. اه بالضبط. ممكن مسلا الكوبي نعمله اد. ممكن مسلا القط نعمله اد. ممكن مسلا اللي هو لو عايز ابحس ابحس على كلمة. يعني مش سلط الحاجة انا بستعملها كتير. يعني اللي دايما دارج عليها. يعني الكوبي انا دايما بستعمله. القط دايما بستعمله. الاوبن بستعمله كتير. لو عايز على المجلة الجديد بستعمله كتير. السير بستعمله كتير. على حسب استعمالك انت. تمام? اه فكل الحكاية في كده يعني حسب الحالية انت تستعمل انت على طول. وبرضه مش شرط يعني طالما انا عرفت الاختصارات ممكن استغنى عن شريط اللي ده. ما اه ما هي فائدة استعمال او استخدام في الورد? هي فائدة استعمال او الحساب اللي عندي. تمام? الفائدة بتاعته ان انا لما اجي اعملي حساب على انا كل التعدلات اللي عندي او كل الشغل انا بشتغله انا هحفظه على الايميل بتاعي على الايميل الاوفيس على صفحة يعني هو لو حضرتك اه يعني مسجلة لو عامل اكاونت عامل تانين للاكاونت فهيتم الحفز تلقائي لما انت عامل تسجيل بطول للاكاونت اللي عندي انا عامل انا انا طالما ادخل سعب عندي صين ان تمام انا اي حاجة بستعمل اي حاجة بشتغل عليها بيكون محفوظة على الايميل اللي هو ما هو بيتم الحفز تلقائي طالما انت داخل بيه تمام? فكل الملفات اللي عندك مش هتتحفز على الجهاز عندك. هتتحفز على الايميل اللي انت عامله. هيتم الحفز التلقائي طالما انت عامل تسجيل دخول لحساب مايكروسوفت. ولا يتم الحفز? لابد انت تكون عامل تسجيل دخول لحساب مايكروسوفت. وعلى اساسه هيتم الحفز التلقائي. لكن لو مش عامل تسجيل دخول فهو بيخيرني مسلا عايز احفزه على الجهاز عايز بعد كده ادخل ايميل. وهكزا. لكن طرام عامل تسجيل دخول فهو بيتم الحفظ. اه نعم استاذ. استاذ يعني يعطي امكانية الحفظ على الكمبيوتر وكذلك على الايميل. يعني اه على مستوى بالزبط كده. هل يمكننا اختيار الحفظ على مستوى في اه على مستوى الكمبيوتر وكذلك على مستوى الايميل. او لا لا نملك هذي بالزبط. احنا عندنا امكانين هنحفظ على الاتنين. سواء الايميل او سواء الكمبيوتر. بمعنى. ماش اعمل مسلا انا انا عامل لاميل مايكروسوفت عندي. فهو بيحفظ لي تلقائي الملفات بتاعتي في في اما لو عايز انشئ نسخة عندي على الجهاز فبانشئ النسخة عادي. يعني سواء هنا او هنا بس هو بيحفظ لي تلقائي كل شغل انا بعمله. بحفظه تلقائي على ايميل مايكروسوفت اما انت لو عايز تحفظه على الجهاز عندك تضطر انت تعمل عشان يتحفظ عندك. لكن لوحده مش هتحفظ. لابد انت تعمل عشان يتحفظ عندك. نعم شكرا لستي. اما هو او اما هو فبيتكون بيتحفظ تلقائي على ايميل مايكروسوفت. وبرضو ممكن نقول ان ده اكتر امانم شوية. يعني اللي معايا ايميل مايكروسوفت يفضل ان هو يدخل به علشان يعني حتى الجهاز لو حصل فيه مشكلة انا كل شغل انا اشغاله يتحفظ بتاعي. كيفية عمل ايميل على مايكروسوفت اما شوان? نبدو سكريايت وان. فبكتب هنا الايميل اللي انا عايزه. حتى هو كاتب لك مثال هنا. انت ندخل عادي بالجيميل بتاعي. تمام? اه فرضا انا مش عايز استعمل ايميل انا استعمل رقم التليفون. فبدوس بعد كده هيجيلي اللي هو البسورد. بكتب البسورد اللي انا عايزه. وكزا. فهي مش صعبة. هي انا لما اجي اعمل دخول. باعمل صين ان. على كده باستخدم عناظر اتكون. على كده. كريايت وان. تمام? النص جرب تحط اي ايميل هنا. بعد كده. لازم يكون جيميل ولا ينفع ياهو او هوت ميل. مش صرط يعني ممكن يكون جيميل ممكن اهو تلوك. ممكن اهو تلوك. مش صرط. بعد كده اه بعد ما ما بعمله. ادوس نكده. بعد كده هيقول لي اه بسورد تكتب البسورد اللي انت عايزه. با انا سبردو تهو تلوك. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.